كتاب الله هو الإنسان للدكتور مصطفى محمود هذا الكتاب كل شيء يتغير إن المثل القائل بأن لا شيء باق على الأرض مثل صحيح ولا شيء باق في الحقيقة حتى المثل العليا كالجمال والحق والخير دائمة التبدل والتطور هي الأخرى كان حقا مشروعا في الأزمان الغابرة أن يبيع أي تاجر هلفوت عددا من العبيد أو يشتريهم علنا في الأسواق وكان المشتري لا يخجل حينما يزن بضاعته الآدمية ويتحسسها إذا كانت امرأة ويعاينها عارية قبل أن يدفع الثمن كان أكل البائع والمشتري مسترح الضمير وكانت السلعة البشرية طرد بنصيبها على أنه قدر وعلى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ولكن هذا الحق أصبح الآن باطلا وسقط من حساب القانون لأن الزمن نفسه قد سقط من حساب التاريخ والناس قد ماتوا وماتت معهم أحكامهم وظهر ناس جدد بعقول جديدة وموازين جديدة حقوق البابا المقدسة وحقوق الكرادلة والمطارنة التي كانت تحكم إلى جوار الملك وتحرق الناس على الصلبان وتلقي بهم في أعماق السجون وتعزل الوزارة وتجيش الجيوش هذه الحقوق قد تقلصت وانكمشت فلم تبقى منها إلا الإبتهالات التي يقدمها الشماس لمريديه والدموع التي يسكبها القسيس على المتبح ليطلب لزبائنه رحمة كان الكاردنال في الماضي يكتب لمريديه سكا يصرف من بنك الجنة قيمته كذا من الفددين والعزب وكان يعينهم في الجيش والبلاط بكلمة من فمه أما الآن فغاية ما يملكه أن يقول في تبتل ووقار سوف أصلي من أجلك يا ولدي سوف أطلب لك الخلاصة من رب وحقوق الملك لم تكن أحسن حظا من حقوق الكرادلة فقد تحول الملك من عملاق يحكم إلى بشكاتب يبصم وطلع له عفريت يجتم على أنفاسه اسمه البرلمان وطلع للبرلمان عفريت آخر اسمه الشعب كان كعصى موسى ابتلعت كل الأفاعي والخير والشر خضع لناموسي التطور فتغيرت معاني الرذيلة ومعاني الفضيلة كانت المرأة رمزا للشيطان وكانت الغريزة الجنسية خطيئة تحمل أوزارها المرأة وحدها فأصبحت المرأة الآن نصفا مكملا لرجل وأصبحت الغريزة حالة فيزيولوجية تنظم لصالح المجتمع ومسارة أفراده وتحولت نظرة القانون للمجرم وأصبحت تنظر إلى شره في داخل إطار ظروفه وبيئته وتزين حريته وحدود إمكانه وتحكم عليه حكما أكثر عدالة ثم بدى القانون الحديث ينظر إلى المجرم نظرته إلى المريض الذي يلزم عزله في مستشفى ورعايته وأصلاحه بالطعام الجيد والنصح والتعليم وسقطت هالات القداسة على معظم الآلهة القديمة وأصبح كل شيء يقبل النقاش والجدل والمراجعة وفي هذا الكتاب حاولت أن نناقش مشاكلنا كلها من جديد وأطرح التركة الفكرية التي ورثناها عن الجدود في غربال واسع الخروق ليسقط منها الفاسد ويبقى الصالح وحاولت أن أجعل رحلة القارئ بين دفتي الكتاب رحلة مرحة خالية من دبش الفلسفة الثقيل الذي يبعث على الصداع فالأدب في نظري كالحياة معرفة وإمتاع إني آكل من قلبي كل يوم وأحترق لأضيء للناس الطريق لقد ولدت أحمر اللون وسوف أموت أبيض الشعر سوف تذهب ناري ويبقى رمات إن أي متعة في الحياة لا تساوي ألني إنهم يلقون بزيتي على الأرض إنهم يسرقون نبيذي إنهم يكبلونني بالحديد إنهم يقطعون يدي ورجلي إنهم يريدون مني أن أكذب ولكني لن أكذب سوف أموت وأخلف لهم شيئا لا يموت هو الحقيقة يا قلب العجوز تشجع لا تعبأ بالهزيمة إن النصر آت عما قريب والعدل لا بد أن يتحقق من قصيدة لشاعر مجهول هل تعبد اللذة؟ أم تعبد الألم؟ أم تعبد المج أم تعبد نفسك؟ أم تعبد الله؟ أم إنك مزيج من هؤلاء العبدان كلهم تقضي مع كل رب ساعة وتركع في كل محراب ركعة ما هي فلسفتك؟ يا رب يا متجلي يا كريم إلا يا مولانا سكة مكة من هنا أخذ شمالي وبعدين أمشي على طول على طول فتح الله عليك أصلي راجل غريب مش من البلدي جاي من تونس ماشي رايح الحرمين عقبالك الفتحة للنبي إنه يكرمنا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم رجل قادم من بلاد المغرب على قدميه يسأل عن الطريق إلى مكة وقد غير ثلاث بلغ فاسي في الطريق وقطع ربع محيط الكرة الأرضية وهو يحلم بالنبي وأنا أتشعبت في الترام واسأل عن السكة إلى بار مخالي وانت تسأل عن السكة إلى البنك الأهلي وغيرك يسأل عن السكة إلى البحر والحياة كلها سكك كل واحد منا أفلطون صغير قرد بيزنطي تعذبه فلسفة في مخه كل واحد منا فهم الحياة على طريقته الخاصة وكيف معانيها لتلائمه كالثو فأصبحت له عربة ملاكي وديانة ملاكي وخير ملاكي وشر ملاكي ورب ملاكي أيضا بعضنا فهم الحياة على أنها لذة فمضى يبحث عن الشبع مضى يبحث عن اللبن والعسل والحضن الدافئ والثروة واللقب والمنصب وعاش حياته شهوة مجرد شهوة إلى الطعام والجنس والغنى والقوة والحكم وبعضنا فهم الحياة على أنها ارتفاع فوق الحياة على أنها خلق أشياء أو فكرة أو مذهب وعاش في محنة الخلق يصنع للعقول خبزها وهو نفسه يحيى بلا خبز وبعضنا فهم الحياة على أنها إهدار للحياة وانتحار فعكف على قتل نفسه قتلا بطيئا بالخمر والمخدرات والقمار والدعارة والتهتك وسكب على أعصابه الكحول وأشعل فيها النار دفعة واحدة أو اختصر الطريق وعلق نفسه من طرف حبل وبعضنا رفض أن يفهم ورفض أن يحاول وجلس على قارعة الحياة يتفرج بلا مبدأ وبلا مذهب وبلا عقيدة وبلا إله مجرد متفريج تمر من خلاله الحياة دون أن يقبلها أو يرفضها وبعضنا عجز عن الفهم أصلا وارتج عليه فوقف أمام الحياة مبهوتا سليب الإرادة في حالة من القلق والحيرة والتبلبل والوله والهديان وقف يصيح يا رب يا متجلي الحياة ليست إذن سكة واحدة مؤدية إلى مكة كما كان يعتقد صاحبنا المغربي ولكنها خمس سكك متقاطعة مرصوفة بالخمر والزهر والدم والعرق والدموع خمس سكك تؤدي إلى خمس أرباب يحكمون عقول الناس في الأرض فأي رب من هؤلاء تعبد هل تعبد اللذة أم تعبد الألم أم تعبد المجد أم تعبد نفسك أم تعبد الله أم أنك مزيج من هؤلاء العبدان كلهم تقضي مع كل رب ساعة من حياتك وتركع في كل محراب ركعة إن العوام يظنون الفلسفة ملكا للجامعات وحدها ولكنهم هم فلاسفة دون أن يحسوا إنهم أفكار من لحم ودم وآراء مطبقة على الواقع ومذاهب تمشي على الأرض وتأكل وتشرب كما يأكل الناس فلا يوجد إنسان بلا مذهب وانعدام المذهب هو مذهب في حد ذاته إن جامبول سارتر لم يأتي بجديد حينما أتى بالوجودية وقال بأن العالم ينبع منا ويصب فينا وأن الشر هو ما نراه شرا والخير ما نراه خيرا وأن الأخلاق وجهد نظر فردية وأن الحكمة هي ما نحب ونرغب ولا وجود للحق المطلق خارج أشخاصنا فهذه العقلية يفكر بها رجل الشارع دون أن يسميها فلسفة وجامبول سارتر يعبد نفسه ويسير في مستوى رغبته ويمثل سكة من هذه السكك الخمسة سكة اللذة وهناك شخصيات مهزوزة وتماثيل ناقصة وقوالب غير كاملة لهذه السكك الفكرية تجد أحيانا رجلا يعبد المال فقط ولكنه لا ينفقه وإنما يكدسه لقد وقف عند عبادة الوسيلة كالمجنون الذي احتضن سوتيان في فراشه ورفض أن ينام مع صاحبته وتجد رجلا جمع في نسيجه خيوطا من كل الاتجاهات وأصبح متناقضا غامضا قلقا معذبا كهاملت فهو يعبد اللذة ويعبد الألم وهو يتصوف وينتحر ويكتب الشعر ويرتكب الجرائم ويتذبذب بين مئة قرار في وقت واحد وينتهي بأن يقف معلقا مشلولا عاجزا عن اتخاذ رأي وإذا بحثت في حضودنا وأقدارنا وجدتها صورة من فلسفاتنا فالجرعة التي يشربها كل منا في حياته تساوي سعة فمه إذا فكرت في المتاعب أسرعت إليك المتاعب وإذا فكرت في اللذات أسرعت إليك اللذات كالتنويم المغناطيسي تقول أنا نمت أنا نمت فتنام أنا مرض فتمرض أنا شفيت فتشفى أنا انتهيت فتنتهي سحر الإرادة الملتهبة يصنع كل شيء حتى القدر نفسه وهكذا تجد الإنسان كالزرع يحكم نموه نوع البذرة ونوع الأرض نوع الإرادة ونوع الظروف نسيج غامض من فتلتين فتلة نسميها رغبة وفتلة اسمها الصدفة ومن التقاء الفتلتين تتألف حياته حاول من الآن أن تعرف نوع فلسفتك ونوع رب الذي تعبده نوع الأرض التي تقف عليها ونوع القلب الذي بين ضلوعك واشحد مواهبك وسكاكينك وخض معركتك ولا تنتظر الصدفة لتصنع لك أقدارك وإنما صنعها أنت بنفسك فإن نجاح الصدفة لا يعيش اختر موتك أفضل من أن تختار لك الصدفة حياتك اسأل نفسك قبل أن تنام لما خلق ولما تعيش وما هي رغباتك الخام الخالصة من شوائب النفاق والحياء ابحث عن ضعفك وقوتك وضع أفعالك تحت عدسة نزيهة من النقل واستخلص حقيقتك بالتفكير العميل إننا بعد مشوار طويل من الكفاح نشبه العربات المجهدة نحتاج إلى تجريش وتزييد وتشحيم وفحص للمتور وملء للبطارية ونظرة إلى خزان الوقود والمروحة لنعاود السيرة في مشوار طويل آخر قد تعتقد أنك أفلس ويستحكم يأسك ولكن نظرة واحدة إلى خزان قوات يمحو متاعبك ويذروها مع ريح إن البطولة بدون وعي ليست بطولة ولكنها تجديف والوعي بدون إسرار كالسقر المهيذ الجناح إن الحياة العصرية تحتاج إلى أسلحة عديدة أنت في حاجة إلى قراءة الفلسفة والشعر والقصص في حاجة إلى فتح ذهنك على الشرق والغرب ليحصل على التهوية الضرورية فلا يتعفن وستفهم نفسك من خلال الناس الذين تقرأ لهم وإذا فهمت نفسك فقد وضعت قدمك على بداية الطريق وعرفت من أين يكون المسير لقد صنعنا الصلاة وصدرناها إلى البلاد التي لا تشرق فيها الشمس وقدمناها هدية بلا ثمن إلى جونبول وأجداده وجربناها على المذاهب الأربعة ولم يبقى إلا أن نجرب الطعام الجيد الطعام أولاً علمني أجدادي أن هناك حقيقة واحدة تحكم الدنيا هي الحب حب الله وحب الأم وحب المدرسة ولا شيء غير هذا ولقد كنت أحب مدرستي كنت متيماً في حبها فقضيت فيها ثلاثة أضعاف الوقت الذي قضاه زملائي واحتضنت كل سنة ثلاث مرات وأخذت بنصيحة أجدادي فنجحت بالصلاة فقط وخرجت لأواجه الدنيا بحب لا ينفد أحببت جارتي فتزوجتها من أول نظرة وأحبتني هي لآخر فدان من أملاكي ولآخر جنيه من ثروتي وكان حبها عنيفاً أتى على كل ما أملك في سنة واحدة وفتحت عيني ذات يوم لأجد نفسي وحيداً وإلى جواري مصحف وحجاب لمنع الفقر وبدأت أفكر في كل شيء من جديد هل صحيح أن الدنيا يحكمها الحب؟ لا أحد يحب المرض والقذارة والجهل والبهدلة نحن نحب الصحة والنظافة والعلم والشياكة ولكن الصحة يبيعها الصيدلي والنظافة يبيعها تاجر الصابون والعلم يبيعه تاجر الكتب والشياكة يبيعها تاجر القماش فهؤلاء هم أصحاب بورصة الحب وعملة الحب إذن تصرف من البنك لا من القلب كلنا نحب الحرية وليس هناك من يحب العبودية ولكن لا تستطيع أن تختار شيئاً إلا إذا كنت تملك ثمنه إذا كنت تملك ألف جنيه تستطيع أن تختار بين قضاء سنة في باريس أو سنة في هاواي وإذا كنت تملك شيلن تستطيع أن تختار بين قضاء أسبوع على رصيف أو أسبوع في السجن وإذا كنت لا تملك شيئاً تستطيع أن تنتحر بكامل حريتك إن حريتك في جيبي لأني أملك أكثر منك وحريتي في جيب صاحب العمارة التي أسكن فيها وحرية صاحب العمارة في جيب سمسار الحديد والطوب والخشب وحرية سمسار الحديد في جيب رجل مجهول يملك ثلاث مناجم في تيكساس هل أكتب فني لوجه الفن؟ هل يرسم الرسام لوجه الجمال؟ وهل يلحن الملحن لآلهة النغم؟ وهل يرفع النحات تمثاله لله؟ لا أظن إننا نقدم كل هذه الأشياء للتاجر والتاجر يعرضها للبيع فإذا كان المشترون كلهم من القسس رسمنا المسيح وكتبنا الوصايا العش وأقمنا تماثيل للعذراء وعزفنا أوبرا موتي وحنة وإذا كان المشترون من الوثنيين قدمنا لهم تمثال برونو وكتبنا زردش وأوبرا انتصار الشيطان إن صاحب الصحيفة يشتري منا الفن مقالات ويبيعه للجمهور مجلات ليبيعه الجمهور بعد ذلك بالأقى وأحيانا تنعكس الآية فيبيع الفنان التعيس مقالاته بالأقى ليحصل على لقبته إن الفن أيضا تجارة تخضع لتقلبات العرض والطلب ولأحوال بورس العقود وأولياء الله وأصحاب الكرمات يعتمدون على التجارة أيضا في إقامة الموالد يعتمدون على بيع الحمص والكشري والملبن والغوايش والحلقان والأساور الزجاج وحاجة الدارويش لا تختلف كثيرا عن حاجة النشالين إلى الموالد فكلاهما يبحث عن المصلحة ولولا بيترول الحجاز نظلت مكة تعتمد على زوار الكعبة كل عام لتعيش إن الدين ينتعيش كلما كان مورد رزق ومورد حياة ويدخل إلى قلوب الكثيرين عن طريق أفواههم وفي محيط الفلسفة لا يختلف الأمر كثيرا فالشبه قريب بين الوجودية والكنافة إلا هما حاجات ذاتية والفلسفة التي تسود في أي بلد هي التي تفسر للناس حياتهم وحاجاتهم والعلم لم يترفع عن الخضوع للتسعيرة في أحد الأيام وقد نبتت أعظم اختراعات العلم من فتاة موائد الحروب لأنه كانت هناك حاجة إليها وكان هناك علماء وكانت هناك أموال تنفق بلا حساب ظهر البنسيلين والديتيتي والذرة واستفاد ملايون المرضى على حساب ملايين القتل الذين ماتوا في الخنادق لقد وضع أفلاتون في جمهوريته التجار مع فئة المواشي ولو ترك أفلاتون قبره وجاء يتفرج على دنيانا لوجد الحال بالعكس لوجدنا نحن مع المواشي ولوجد التجار على ظهورنا إننا في الشرق نتكاثر في مهارة نحسد عليها ونصنع الأطفال بالسرعة التي يصنع بها الأمريكيون شفرات الحلاقة ونتضاعف كالنملك العام ولكن قطار التطور لا يهم فيه عدد العربات التي يجرها وإنما المهم هي المكينة التي تجر وهي مكينة من سيلندر واحد وهو الوعي إن الكثرة بدون وعي وبدون مادة كثرة عاجزة لقد فكر بيرناردشو في أمراض المجتمع كثيرا وفكر في علاجها ومن أقواله المأثورة أن خلاص البشرية معلق على شيئين المال والبارود فإن المريض لا يشفى بالصلاة وإنما بالمال والقوة عصب البصر في المشاكل جميعا وهو يقول في حوار إحدى مصرحياته إن التعويذة التي تعيد ذلك اللص إلى المجتمع أبسط مما نظم فقط مئة شيل في الأسبوع وبيت نظيف وعمل يعيد إليه كرامته الدين والفلسفة والسياسة والأخلاق والقوانين وكل ما هو خير وكل ما هو الشر مضاة تتغير مع المواسم والأعيات وتخرج من حاجات الناس ومن ضروراتهم الدين يبقى طالما هو يؤدي وظيفة أرضية ويخدم ضرورة يحتاجها الناس والفن يروج طالما هو يعبر عن وجدان الذي يقرأه أو يسمعه أو يشاهده والسياسة تنجح طالما هي تحقق المصالح الاجتماعية التي جاءت من أجلها والأخلاق تعيش طالما هي تنظم معاملات الناس لصالح إنتاجهم كل هذه المثل والكلمات الطنانة رنانة تخرج من الأرض وتمر على المعدة أولا فإذا هضمتها صعدت إلى العقل وعششت فيه الحق المطلق والخير الصار والفضيلة المجردة توجد في عقول المتصوفين والمجاذيب والحالمين ولكنها لا توجد في مجتمعنا الذي يأكل ويشرب ويمرض ويموت لا يوجد في الشرق أكثر من عشرة مجرمين حقيقيين من تراز أبطال ديوستوفسكي ولكن هناك مليون فقير يحمل كل منهم في ثوبه ميكروبات السل والتيفوت والكذب والنفاق والبخل والجريمة فالشر يسكن مع الجوع والحرمان والمرض ولا يسكن برجا عاجيا في الفراخ ولا يوجد في بغداد نبي واحد ولكن يوجد عشرات من الأنبياء الذين يبنون الكنائس والملاجئ والمدارس ليدخلوا البرلمان فالخير يسكن مع المصلحة ولا يسكن في قلعة زجاجية فوق السحاب والمجتمع له عقل باطن مثل عقلك له غرائز تحكم أفعاله وتصنع دوافعه وهي ليست غرائز جنسية وإنما هي مصالح أرضية بحتة هدفها سيانة الشكل الموجود فيه والمحافظة على طبقاته وهو لا يجاهر بهذه الدوافع على حقيقتها وإنما يلف ويدور ويتخابث ويتكلم بالإنجيل والتوراة وفضائل عيسى وموسى وإبراهيم والطريقة العصرية في بلوغ الفضيلة ليست الصلاة وإنما هي الطعام الجيد والكساء الجيد والمسكن الجيد والمدرسة والملعب وصالة الموسيقى الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ في جيب الدولة وحافظة نقودها وتوزيع ثرواتها وتنمية مواردها وسوف يؤدي استخراج الحديد والزرنيخ والمنغنيز من تلقاء نفسه إلى استخراج الصدق والإخلاص والعدالة والعفة من قلوب الناس إن المثل العليا صناعة محلية النظام الاجتماعي هو الذي يصنعها ويصبها في قوالبه فتخرج كاثوليكية أو برستانتية أو حرة حسب حاجة نظام نفسه وإذا أردت أن تصنع الناس فاصنع المجتمع أولا اصنع الدولة هذه هي الفلسفة الواقعية وهي ليست وحدها التي تصنع لعقولنا الخبز فهناك فلسفة أخرى روحانية تجذب عقولنا في اتجاه مضاد هناك رجل مثل هاكسلي يؤمن بالحق المطلق والفضيلة المجردة والخير الصرق ولا يعتقد أن المثل العليا تخرج من الضرورات المادية ولا يعتقد أن الفرد يتخذ شكل القالب الذي تصنعه له دولته وهو يطالب بصناعة الفرد أولا إذا أردنا أن نصنع الدولة وبالعودة إلى الله وإلى روح الأديان الفرد في نظره يجب أن يؤمن بوجود إله بوجود قوة خفية خلف الضواهر المتغيرة قوة خلقت الكون وحلت فيه لا سبيل إلى الوصول إليها إلا بإنكار الذات والتضحية وفي قصة العالم الجديد يتصور المجتمع الذي يحلم به تشو وقد تحقق عالم كبير متحد وحكومة واحدة وشعب يتمتع بالغذاء الجيد والمسكن الجيد والكساء الجيد عالم كالساعة كل شيء فيه دقيق وأهلي وكل شيء ممكن الحب والسعادة والشرف يمكن تولدها بالحقن والأقراص والنسل يمكن التحكم فيه وضبطه والأجنة يمكن زرعها في القوارير والعمر يمكن إطالته مجتمع عالمي مثالي ولكن في نفس الوقت مجتمع بغيض فاشل لأنه مجتمع بدون أخلاق وبدون قيم وبدون إله وبدون خير وبدون شر إن هاكسلي لا يعتقد أن أي نظام دولي يستطيع أن يصنع الفضيلة في الأفراد إذا لم تكن لديهم إرادة الفضيلة فأنت تستطيع أن تعالج المريض من الملاريا ولكن جهودك سوف تذهب أدراج رياح إذا أصر المريض على السكن جوار المستنقعات والتعرض للسع البعوب إن الإمكانيات العلمية والاقتصادية يجب أن تنمو في المجتمع جنبا إلى جنب مع نمو الأفراد وينضج وعيهم أما وضع قوى هائلة كالقوى الذرية في يد وعي غير ناضش فهو كوضع البوم في يد الأطفال نهايته الحتمية هي دمار العالم هذان هما الاتجاهان اللذان يحكمان الأرب وكل الاتجاهين يؤثران في أذهاننا كما يؤثر قطبا المغناطيس في برادة الحديد فيصنعان مجالا مغناطيسيا من التنافر والتجاذب حولها وبين القطبين درجات متفاوتة من الاعتدال والتطرف ويبقى بعد هذه المعركة يبقى أنا وأنت إنها ليست معركة بيزنطية بلا مدلول إنها معركة تعيش فينا نحن أيضا إننا نريد أن نتقدم ونصنع مجتمعا صالحا ومواطنين صالحين فماذا نفعل؟ لقد صنعنا الصلاة وصدرناها إلى هاكسلي وأجداده وجربناها على المذاهب الأربعة ولم يبقى إلا أن نجرب الطعام الجيد ولقد استخرجنا أيضا الشيطان من القمقم ولم يبقى إلا أن نستخرج الحديد من الأرض وركبنا بساط سليمان فلا مانع من أن نركب من طاضا أو طائرة صاروخية فالحقيقة واحدة بالرغم من وجود مذهبين والعمر واحد أيضا وقد تكون الحقيقة شيئا آخرا جديدا نكتشفه نحك كما اكتشفنا الأديان من قبل ونقدمه للغرب في تواضع إن العمل هو إحدى الطرق لاختبار الأفكار الجيدة وقليل من العمل أفضل من كثير من التفكير أحيانا إن إنكار الحرية إهدار للمسؤولية وإنكار للأخلاق ولمغزى التاريخ ومعنى التطور إنه يحول الحياة إلى عبث ويحول الآدميين إلى تماثيل فلو كان الغد مرصودا في لوح فما معنى السعي والاجتهاد وإعمال الفكر والكفاح هل أنت حر؟ أنا وأنت والناس جئنا إلى الدنيا كما تجيء البضائع في صناديق كل منها عليه بطاقة صغيرة مكتوب عليها صنفو مصري مسلم ذكر وزنه سبعة ورطان بشرته بيضاء وشعره أشقر وعيونه عسلية لم يسألنا أحد رأينا ونحن في طريقنا إلى الدنيا لم يوشوش أحد في أذني وأنا في رحم أمي ليقول أيها الوغد الصغير أيصرك أن تولد في مصر أو تحب أن تولد في زيلع أتحب أن أسميك صبحي أم جيرجس أم ليشع أم بولغانين ثم أيصرك في النهاية أن تكون ابني مع العلم بأني عطار فقير مغفل دخل الشهري لا يزيد عن جنيه أم تحب أن نرجع في كلامنا في اللحظة الأخيرة لا أحد كلف نفسه مشقة أخذ رأينا على الإطلاق وإنما جئنا إلى الحياة بطريقة غير دستورية وكان علينا بعد هذا أن نواجه مجموعة من الأقدار المحتومة أدركنا منذ البداية أننا في أجساد مقضي عليها كل يوم بأن تأكل وتشرب وتتحرك وتتناسل والقمنا أباؤنا كتبا وقالوا لنا بالضرب هذا هو الخطأ وهذا هو الصواب هذا هو الخير وهذا الشر وهؤلاء هم الأنبياء المرسلون الأرض التي تعيشون عليها كرة وأحسن لغة فيها هي اللغة العربية وعظم بناء هو الهرم الأكبر وأحسن طعام هو الملوخية المصرية الصميمة بالخبز والأرانب وأحسن من الاثنين الصيام في رمضان وفي كل شهور أمكن ثم ادركنا أن الكرة الأرضية تدور حقا وأن علينا كل سنة أن نعرق في الصيف ونرتعد في الشتاء وعلينا أن نعطس ونصاب بالزكام ثلاث مرات على الأقل في العام ثم نصاب بالدوسنتاريا والبلهاريسيا وفقر الدم ثم علينا أن نصفق أحيانا بالإكراه ونبكي أحيانا أخرى على سبيل المجاملة ونضحك على سبيل الضوء ونتزوج من باب المصلحة وننجب أولادا يموت نصفهم بالإسهال الصيفي ثم نكتشف في شيخوختنا بعض أشياء قليلة نمتنع عن الجهر بها حتى لا نشنق ثم نموت في النهاية كالكلاب الضالة ويقول عن أولادنا إننا ذهبنا إلى جهنم هذه كمية هائلة من الأقدار فأين حريتنا؟ وهل نحن أحرار حقا؟ إن هذا الهيكل العظمي الذي يطوينك السجن في أضلاعه صحيح ولكن هناك أشياء أخرى صحيحة أيضا إننا نولد كالديدان ولكننا بعد سنوات قليلة نصنع شرانق ثم ننطلق منها فرشات ذوات أجنحة ونطير في الجهات الأربع إننا نستطيع بعد أن ننضج أن نناقش الأديان ونستطيع أن نرفض الكتب ونستطيع أن نقول لا بقوة وعنف ونستطيع أن نحارب المرض والجهل والفق ونستطيع أن نغير أوطاننا وأن نغير أذهاننا وأذهان الناس ونستطيع إذا توافرت لنا الإمكانيات المادية أن نترك الكرة الأرضية كلها ونذهب ونجوب الفضاء وراء كواكب جديدة ونستطيع أن نبني وأن نهدم نستطيع أن نأكل وأن نصوم وأن نقبل الحياة وأن نرفضها إن الاختيار قضاء مبرم والحرية حقيقة فينا مثل العبودية إن نصفنا جثة ولكن النصف الآخر روح نصفنا جامد آلي كتروس الساعة ولكن النصف الآخر متحرك مرن كالجام يرخي ويشد ويتحكم ويقف الآلة كلها إذا أراد إننا نختار في كل لحظة شئنا أم لم نشأ الضعفاء منا يتركون العادة تختار لهم والأقوياء يختارون بأنفسهم ويبتكرون لحظاتهم لحظة بلحظة ويصنعون لأنفسهم كل شيء حتى المصير إن قليلا من التأمر يطلق أمامنا حقيقة رهيبة إننا نستطيع أن نفعل أي شيء ليس هناك قانون أعلى من قانون حياتنا نفسه وإننا لنحس بعد هذا التأمر بثقة للحرية على كاهلنا بثقة لهذه الأمانة فنود لو نلقي بها ونذهب مغمض العيون إلى أقدارنا ويتجاذبنا الخوف والطموح والإقدام والإحجام ونعيش معلقين على حبال القلق ونحن نتساءل ماذا نفعل وكيف نختار وإلى أي مدى تذهب حريتنا وأين الطريق الذي يصعد وأين الطريق الذي يهبط هل الحرية أن نخضع للقانون أم الحرية أن نتفاعل مع القدر الخام ونتسلق على كتفيه إن الأكل ضروري لحياتي ولكني حر أستطيع أن أمتنع عن الأكل ولكني لو امتنعت عن الأكل فإني أموت وبالتالي تموت حريتي معي فالحرية إذن ليست خرق القانون الحرية لها طريق واحد إذا كانت تهدف إلى النماء وهو تسلق القانون والانتفاع بالنظام وتلبس القوى الخام في الطبيعة إن شلالات نياجرا ظلت تنحدر في طريقها ألوف السنين حتى جاء رجل وضع في طريق الشلال عجلة فانطلقت طاقة هائلة من الكهرباء يضاءت المدينة أنت حر وطريق حريتك أن تبحث عن الشلال ثم تضع ذراعك في اتجاه قوة طبيعة وفي لحظة واحدة تصبح عملاقا أما إذا أردت أن تنتحر فتستطيع أن تستعمل حريتك في الاتجاه الآخر إن العربات إذا أطاعت نظام المرور تصل أهدافها بسرعة أما إذا أطاعت هواسائقها فإنها ستتوقف في فوضى وتسد الطريق ولن يجد حتى عابر الشارع مكانا لقدمه وأسرع طريقة للوصول إلى هدفنا أحيانا هي السير ببط إننا ولدنا وألقي بنا في مجموعة من القوانين ولكننا نحن قوانين أيضا وقوانين بصيرة واعية لها عينان ولها ذراعان وساقان والقوى الطبيعية الغاشمة التي يمكن أن يكون فيها هلاكنا يمكن أيضا أن تكون مطية ذلولا ويمكن أن تكون تعويذة سحرية كتعويذة علي بابا تفتح كنوز ثراء لا ينتهي إن الكفر بحرية الإنسان جريمة أقبح من القتل إن الصدفة تهزم الإرادة أحيانا وتفسد التدبير وتضيع الجهد ولكن الإنسان يحاربها بسلاح العدد فهو يتناسل كالنمل وكل فرد جديد يلقى به إلى الغد وهو مجموعة إمكانيات تنزل إلى المعركة فهو يتناسل كالنمل وكل فرد جديد يلقى به إلى الغد وهو مجموعة إمكانيات تنزل إلى المعركة ومن الملايين الذين يولدون يذهب مئات الألوف في هوة الضيع ويبقى مئات الألوف تتقدم بهم الحياة إن نبتات الصحراء حينما تذرو بذورها مع ريح تواجه مصيرا مظلما فهناك فرصة واحدة من ألف فرصة في عثور البذور على قطرة ماء ومع هذا فهي تعثر على هذه الفرصة وتعيش وتبقى على نوعها ونحن لسنا أشجارا إننا آدميون إن إنكار الحرية إهدار للمسئولية وإنكار للأخلاق ولمغزى التاريخ ومعنى التطور إنه يحول الحياة إلى عبد ويحول الآدميين إلى بارويس وقوالب لا حول لها ولا قوة فلو كان الغدو مرصودا في لوح فما معنى السعي والاجتهاد وأعمال العقل وأعمال الفكر والكفاح إن كل هذه القيم تسقط ويبقى قانون قبيح لا معنى له إن الحرية الحقيقية هي صرخة أحسها في داخلي وتحسها في داخلك فتعلوا على نعيب الكتب الصفراء وتغرقها أنت حر وحياتك مغامرة وغدك مجهول أنت الذي تقيم أصنامك وأنت الذي تحطمها فانضي في طريقك ولا تنسى هذه الأمانة التي تحملها على كتفيك الحرية تذكر هذه النصيحة إذا أردت أن تكون لصا ناجحا ابحث لك أولا عن منطق منطق لصوص من نوع جديد يتحمل البرد والحر وبوليس السيدة وترك الباقي للناس منطق اللص إن مكاسب اللصوص هي المكاسب الوحيدة المعفاة من الضرائب في إمكانك أن تسرق مليون جنيه وتضمن أن المبلغ كله سيدخل جيبك صافيا بلا رسوم أو عوايد أو دمغة ومهنة السرقة مهنة شائعة أكثر مما يتصور الناس فالطبيب الذي يتقاضى أجرا على مرض لم يشخص والمحام الذي يدافع عن قضية خاسرة والتاجر الذي يبيع بضاعة مخشوشة والكاتب الذي يبيع أكاذيب والسمسار الذي ينهب نصف ثمن البضاعة عمولة كل هؤلاء لصوص يسرقون في ظل القانون وإذا كان اللص ملكا أطلق على سرقاته كلمة ضرائب واستعمل جيشا من الشرطة في خدمته وهناك لصوص تلقاهم كل يوم وتحترمهم لأنهم يسرقون برخصة فهم يجمعون التبرعات لمشروع الحفا أو مشروع طبيض جميع الحسين أو فرش مقام السيدة بالسجاد بدلا من الحصار أو رعاية أيتام كاسفريت وأنت تضع في حفانهم كل الفكة التي في جيبك وتتأسف لأنك لا تملك سواها وفي قصة لديستوفسكي لصن يحاول أن يتغفل أحد رهبان فيبيعه صليبا من النحاس على أنه ذهب وراهب يتناول منه الصليب ويتفحصه لحظة ثم يتفحص البائع ليجد أنه يرتجف من البرد وسترته لا تغطيه وقد التسق فيه اللحم بالعض فيتمتم بآية للمسيح وينقضه الثمن كاملا على أنه ذهب ويمضي وهو يهمس في تأثر مسكين هذا صليب من نحاس واضح التزييف لكن اللصة مسكين مسكين حقا ولصوص ديستوفسكي كلهم مساكين وسذج يسرقون معطفا ثم يبيعونه ويشربون بثمانه فوتكا وأتعس اللصوص وربما أشرفهم هم لصوص في الحديد في السجن في بلوعة المجتمع وما أكثر ما تتلقف البلوعات من حلي ثمينة لقد تعودت أن لا أحتقر إنسانا بالغا مهما بلغ من الحقارة فهو حصيلة ظروف صنعت خيره وشره وأنذل الناس له منطق في أفعاله منطق قد يسم على منطق النبلاء الذين يقرؤون الجرائد في ظوء الأباجرات ويمددون أقدامهم على وهج المدافع ويتثاءبون وهم يقولون بشمئزاز سافل وغض منحط لقد كان فرانسو فيلون أفاقا ولصا وشاهرا وحينما كان يموت بالسل في سجنه نحيلا أزرق متقطع الأنفاس كان يترنم بالقصيدة الخالدة التي يقول في آخرها أيها الدود في قبري عذرا فلن تظفر مني بوليمة دسمة فقد أكلني الناس على الأرض ولن يتركوا لك إلا العظام لقد كان فرانسو فيلون حلية ثمينة انزلقت في البلوعة التي لا قرار لها لو أنك أخلصت لنفسك وجلست قبل نومك ساعات تفكر وحدك في ماضيك ماضيك كله لا اكتشفت أشياء صغيرة غير سارة أشياء مخجلة ارتكبتها في غفلة من ضمير سرقات وأفعالا مخلة بالأداب والقديس توماس كان يقول لراعيه يا أبتي إني أفعل في منامي أشياء كثيرة لا تليق بالقديسين وكان راعي يجيب قائلا يا ولدي لا يذيرك ما تفعله في نومك فالملاك هو الذي يفعل في نومه ما يفعله الشيطان في يقضته وكرادلة العصول الوسطى كانوا أكثر بحبحة وتحللا وكانوا يفعلون في يقضتهم أضعاف ما يفعله الشيطان في نومه كانوا يبيعون الشفعات البابوية وسكوك الغفران واقطعيات من الجنة بجواريها للمؤمنين الطيبين الذين يملكون الثمن ومنذ عهد قريب أضرب شحاد أمريكا وهددوا بالامتناع عن تقبل الصدقات إذا لم ترفع لهم العمولة وكان هذا أخطر إضراب بالطبع لأن معناه أن أبواب رحمة في السماء ستقفل ولا يوجد لهذه الأبواب مفاتيح إلا عند الشحادي كل هؤلاء لصوص جهاز للسرقات المشروعة التي يحميها القانون وتحميها غفلة الناس والذي يدفع ثمن هذه الخطايا كلها هو لص الدجاج الغلباء الذي يقبض عليه بقفص الكيكت ويساق بزفة مزرية إلى التخشيبة لأنه لص بلا منطق بلا مبدأ يزيف به سرقاته فلتذكر هذا إذا أردت أن تكون لصا ناجحا ابحث لك أولا عن منطق منطق لصوص من نوع جيد يتحمل البرد والحرى وبوليس السيدة والترك الباقي للناس الشرف كلمة كبيرة خطيرة يمكن أن تدفعك إلى القتل أو الانتحار قنبلة يدوية غير محرمة بقانون يتداولها أمثال وأمثالك في الطريق العام ويرقون بها حيث تشاء غفلتهم ما هو الشرف لا يكاد يمر بيوم دون أن ألتقي بصاحب علم أو صاحب لحيا يعطيني دروسا في الشرف حتى لقد بلأت أعتقد أن كل الناس يفهمون مسائل الشرف في هذه إلا أنا الشرف منتشر جدا هذه الأيام كالزكام في كل مناسبة تسمع رجلا يتشدق هذا إنسان عظيم الشرف ألاس انظر كيف يرفع عينيه إلى النوافذ ذئب وحش بس أعراض هل تعرفه فيقول الجالسون في الشمئزاز لا 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 نعرفه وتنطلق عدة ألسن في وقت واحد كالببغوات ذئب وحش سفاك هاتك حرمات عديم الشرف وتمضي ساعة في حديث ألمعي عن الشرف وعن أيام زمان حينما كانت المرأة في خباء لا تراها الشمس وحينما كان رجل يقول وهو يصعد السلم ويصفق مرتين قبل أن يضع قدمه على عتبة الباب ويهمس إلى فند موجود وإذا غيرت أصدقائك وسكنك وبلدك وملتك فلن يجديك هذا فتيلا فهناك جهابذة أخلاق في كل مكان وفي كل ملة وستسمع رغم أنفك دروسا في الفضيلة في كل مجلس تذهب إليه وستشك مثلي في خيرك وشرك وفي معنى الحياة التي تعيشها الشرف والكرامة والعدالة كلمات كبيرة خطيرة يمكن أن تدفعك إلى القتل أو الانتحار قنابل يدوية غير محرمة بقانون يتداولها أمثالي وأمثالك في الطريق العام ويلقون بها حيث تشاء غفلة الحروب الماضية التي قتلت ملايين والحروب القادمة التي سوف تقتل ملايين سوف تكون باسم الشرف والعدالة وحقوق الإنسان فالإنسان له أنف طويلة مثل أكرة الباب يمكن أن تفتح بها قلبه وتملأه بالصم أو العسل هذه الأنف اسمها الشرف يمكنك أن تربط عشر دول وترسلها إلى المذبح إذا كان لديك حبل واحد متين اسمه الشرف 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 منتشر في كل مكان كعبير الكولونيا وهو في الحقيقة غاز سام ودخان يغشى الحواس ويحجب رؤية الصحيحة عن العيون فرفان من النيلون والكريتون الفاخر يحجب وراءه قاذورات الشرف ليس كما يظن الناس معنا مطلق وحقيقة واحدة ثابتة إنما هو نسيج محلى يخضع للاستهلاك المحلي ونوع الزبون كل دولة لها شرف خاص وكل بلد وكل إقليم بل كل بيت وأحيانا كل إنسان له شرف خصوصي يتمسك به وإذا حكمنا بأغلبية البضاعة الموجودة في سوقنا الشرقية فالشرف عندنا معناه مضحك حقا الشرف عندنا معناه صيانة الأعضاء التناسلية فإذا ارتكبت كل الدنايا والمبيقات الموجودة في قموس رذائل من أليفه إلى يائه وظل حرمك مصونا فأنت شريف مئة في المئة السرقة والقتل وسفك الدماء والنصب والتحايل والاغتهال كلها أفعال رجالة والسجن المؤبد للرجالة والشنء للرجالة برضو تستطيع أن تموت خالي البال وتشنق وأنت تغني ما دمت قد قطعت امرأتك الخاطئة بالساطور إلى عشر قطعا متساوية ووضعتها في جوال وألقيت بها في البح فهذا هو الشرف بعينه الشرف عندنا خاص بالجسم فقط أما شرف العقل فهذا تفكير بربري كيف يكون للعقل الشرف والعقل غير متزوج ولا يستطيع أن ينجب في الحرام هذا مستحيل وكبار المتدينين من أصحاب اللحة ومن الحاصلين على درجة الحاج فما فوق يطبقون هذا الشرف في حنبلية مطلقة جديرة بالأعجاب فالواحد منهم يتزوج أربعة في الحلال ثم يتاجر في السوق السوداء بكل حسنينية ويبني عمارة من عشرة أدوار بكل براءة أيضا ويرفق بها خمارة وسينما وحمام سباحة فإذا قادك سوء الحظ إلى عمارته في صحبة أمك أو أختك استدعاك في وفد من البوابين وأمترك بوابل من الدروس الخلقية في العين التي تزنيه والنظرة التي تذهب بصاحبها إلى جهنم ثم شد على تلفعته كأنه يشدد القبضة على عنقك وقال في حمام من الشرف بقى شوف يا فندي أنا راجل قديم ودغري وحاجج بيت الله ومعرفش لوع الأيام دي والعمارة دي بنيتها بالشرف والدمة وعرج الجبين عاجبك تسكن عندنا بالشرف على عيوننا وروسنا من فوق مش عاجبك تفضل الباب مفتوح وإن الله هو الغني وتخرج وتتخبط في ثيابك وميت جمدانة خمر في البقالة عند الباب تغمزلك بأسلوب جوني ووكر عن الشرف الشرف الفاضح كلمة الشرف منطق لا يناقش جواز مرور إلى أي شيء يبدأ الوالد الحنون الغيور على صالح ابنه يحادثه في توئدة عن المذاكرة والاجتهاد ثم يفور ويغلي حين يتحدث عن الخبس وقلة الأدب وفي حمى الشرف يختطف أي قطعة خشب قريبة من يده وينهل عليه بالضرب في كل مكان حتى يكسر دراعه ثم يجلس في هدوء يشرب القهوة وقد أحس أنه خدم قضية وطنية كبرى ورسالة تهون في سبيلها التضحيات تماما كما كان يفعل الهمجيون وهم يقدمون الثبائح البشرية للأصنام في العهود الغابرة هذا الوالد مجرم عتيق من نوع خطير مجرم يرتكب جريمته في اقتناع يقتل وهو يبتسم يطعن وهو يضحر ولا يقلل من جريمته أنه إنسان مضلل فالجهل لا يعذر وليس كل الشرف في أسواقنا جنسيا فهناك نوع آخر من الشرف هو شرف المادة الفلوس القرش الجنيه الدهب الذي يبرر أي وسيلة توصل إليه وهذه بضاعة مقلدة في الواقع وليست أصلية فالمادة ضرورية للحياة الشريفة ولكنها ليست الشرف في ذاته وهناك قلة جاهلية من أصحاب اللاسات والشماريخ تفعل كل شيء فإذا فتحت فمك لتعترض صحت فيك حيلك فتح شوف من قصادك ده احنا من الجعافرة ما سمعتش عن عيلة الجعافرة شايف الأرض دي كلها بتعتنا وهذا هو شرف الإس يستطيع أي إنسانا أن يقتلك مدام من عيلة تشت وأنت صبح يا فندي مجرد صبحي لس تشتا ولا أبريقا مثلا وهناك شرف شائع كالسرطان في الأوساط العلمية وهو شرف الدبلومات يقول لك صاحب المجد وهو ينظر إليك من برج إيفل انتهار فنمين أنا فلان الحاصل على ديبلوم من جامعة زيبليش في ترقيع القرنية ثم يتطاول برأسه حتى يخرق السحاب ويتركك على الأرض وتذوب في خجلك هذه عينات من الشرف المتداول في أسواقنا الشرقية ويبقى الآن سؤال الضخم ما هو الشرف؟ الشرف ليس مجرد صيانة العرض وليس الغنى وليس القوة وليس الشهادة وليس الإسم العريق إنما هو شيء آخر هو مرتبة خلقية مركبة أول عناصرها العمل نحو الأحسن العمل بضمير يرزح تحت عبء الإحساس الفادح بالمسؤولية في كل لحظة فرجل الشريف يعمل ثم ينتقد عمله ثم يصعد عليه نحو عمل أحسن فهو دؤوب كالنملة تسقط ثم تسقط ومع ذلك تتسلق الحائط من جديد وعلى ظهرها درات من دقيق فرجل الشريف يحس أنه كبر تعبر عليه الحياة نحو الأصلح فيساعدها وكل قطرة من دمه تهتف سأغادر الحياة وهي أحسن مما دخلت فيها سيكون هناك فارق بين وجودي وعدمي ورجل الشريف ليس صاحب سعادة ولا صاحب شهادة ولا صاحب عمارة وليس لغزا من الألغاز إنما هو إنسان بسيط يعمل في وعي يعمل بحافز حر وبإحساس فادح بالمسؤولية والشرف مراطب فهناك رجل يصنع نفسه وهناك رجل يصنع أولاده وهناك رجل يصنع المجتمع وهناك رجل يصنع التاريخ وهو أشرف الشرفاء جميعا وإذا أردت أن تعرف نصيبك من الشرف فاسأل نفسك يوما ماذا صنعت لأصبح أحسن من الأمس إن الفضائل نسيج حي يتطور باستمرار ويتعفن إذا حفظ والفضائل المجففة وفضائل العلم لا تصلح لأبعائنا الحديثة وهذا هو الوقت الذي نراجع فيه فضائلنا فضائل في العلم أنا من هوات جمع المواعب وأعتقد أن هذا أفضل من جمع الطوابع والسجاجيد والنقود القديمة وإن كنت أكتفي بجمعها فقط وأترك مهمة تطبيقها للناس الأفاضل للأتقية منذ أسابيع سمعت واعدا يتحدث ساعة كاملة عن الصداقات وعن فضيلة الإحسان وغلبتني الدموع وأقسمت أن أعطي نصف راتب للفقراء والنصف الآخر للخطيب وبعد أن انتهت الخطبة سرت أترنح في طريقي سكرانا من الفصاحة ولكني بدأت بالتدريج أفيق وأدرك حقيقة عجيبة فلو صح كلام الخطيب لأصبح هناك طريق واحد للفضيلة طريق واحد يخلق مجتمعا من المحسنين هو أن يكون باقي المجتمع من الشحاذين فالصداقة تحتاج إلى شحاذ يأخذها ويستوي الأمر أن يكون الشحاذ من سكان الأرصفة أو من أبواب الخدور فسواء تصدقت في العلن أو طرقت الباب على رجل فقير وغمسته في الخفاء فقد وافقت على مبدأ الصداقات وعلى التمتع بهذه اللذة التي تقيم منك إلها متفضلا وتعبت بغيرك إلى مستوى الإنسان الذليل المعدوم الحقوق إن الضريبة شيء واضح فهي واجب يؤدى بغضاء أو بالضرب واجب محتوم وحق لغيرك في عنقك يحصل عليه بالذوق أو بالبوليس أما الصدق فشيء غير مفهوم إنها عمل إنساني في الظاهر وعمل وحشي في الحقيقة عمل معناه أن هناك رجلا بلا حق ورجلا آخر بلا واجب ولكنه يستطيع أن يتفضل إن شاء ويمنح رجل الأول شيئا لله ويستطيع أيضا أن يتركه للكلاب ولا يمكن أن يكون هذا الوضع إنساني إن الصدقة مرحلة تطور في حياة الضريبة والضريبة تبدأ أولا صدقة يتفضل بها أولو النعمة ثم يدرك الناس بتطور الوعي أن هذا المال حق لهم فيطالبون به على أساس أنه حق وهكذا تتحول الصدقة إلى ضريبة لها قانون وتتحول المجتمعات من مجتمعات ذليلة تقوم على الصدقات إلى مجتمعات إنسانية كريمة تقوم على الضرائب وتنظمها القوانين إن ترك مصالح الناس تحت رحمة الهوى والمزاج والشفقة أمر مضحك إن القانون رمز يتجمد في داخله ضمير الأفراد وهو نتيجة تطور طويل وتجارب مرت بها علاقات الناس ومثاليات تبادلوها بالامتحان المستمر حتى ثبتت صلاحيتها وضرورتها فسقطت من مرشحاتهم الصغيرة إلى وعاء كبير اسمه الدولة وأصبحت قانونا إن الدولة كالساعة تبدأ أنت في ضبطها أولا ثم تصبح هي في النهاية التي تضبطك وتنظم مواعيدك والصدقة فضيلة فجة وليست فضيلة ناضجة فضيلة في دور التجربة الصدقة ليست حلا للمشاكل ولكنها عجز عن إيجاد حل وسد خانة فقط وأنا أبحث الآن عن الخطيب لأستولي على نصف راتبه وأبحث عن السامعين لأوزع عليهم مقالي مجانا لقد تذكرت حال الفنانين التعساء في الأجيال التي مضت حال الشعاراء وهم يدخلون على الخليفة فيقبلون الأرض بين يديه وينشدون قصيدة كلها أكاذيب عن عدله وكرمه وجماله وبهائه فيلقي إليهم بكيس من الدراهم ويأمر لهم بخلعة ويخرجون من بلاطه كتابور ذليل من الشحادين لقد تصدق عليهم وكذب عليه وهذه نتيجة طبيعية وإذا سلبت الإنسان كرامته فلا تستكثر عليه أي شيء حتى ولو كان فنانا وإنما هو يتفوق في شريه ويبدع في رذيلته إذا كان فنانا لقد تصورت نفسي وأنا أنشد هذا المقال بين يديك فتتثائب وتنام أو تطردني أو تعطيني صندويتشان وحمدت الله على أن المجلة توفر علي مؤونة مواجهتك وحمدت الله على أني لست المتنبي وعلى أنك لست الخليفة وتصورت نفسي مرة أخرى وقد أفلست فجلست أجحد أفكارا على رصيف ومددت يدي أهتف مقال لله يا سيادي قصة حب لك للنبي رواية مسلسلة نعش بيها العيال وإلى جواري طبيب مفلس يمد يده هو الآخر مغص ياهل الله إسهال يا محسنين كشفي يتيمي بارك لك في عيالكم ولاد بالعدة يكبر بخطركم الكريم وحانوتي يندب حظه على رصيف الآخر ميت يا أخوانا مرحم عليه الإيمان استر به عرضنا مأسف على الشباب ندفن وندعي لك تصورت المجتمع وهو يشحد وتصورت المجتمع وهو يتصدق وضحكت من تعاسته في الحالين كنت في المقى منذ أيام فدخل علينا شحاد يلبس تربوشا وجلبابا ويمسك بعصا محببة ودار بعينيه في المقى ثم اختار عمدة يجلس إلى طاولة يعد عليها نقوده واقترب منه بهدوء ووضع يده على كتفه انت عارفنا مين وانتفض العمدة ورفع بصره ما تشرفناش يا فندم أنا علي أهلا يا سيد علي أنا جاي من عند الدكتور دلوقتي وسكت قليلا ونظر إلى العمدة والدكتور كتب لي على بنيسيلين بالشفاء ولحمضاني كويس كويس إزاي إذا أنا ما معايش الفلوس طب وانا حامل لك إيه يا أخي تديني جنيه من دولي يا أخي ونظر إليه في حدة ولوحة بالعصى وتخلعت مفاصل العمدة وايقن أنه في حضرة رجل مجنون يمكن أن يفعل به أي شيء ومد يده المرتجفة وناوله الجنيه وساقط على كرسيه يلهت لقد تطورت الشحاذة وتطورت الصدقة ولا شك أن هذه الصدقة كانت كالضريبة بالضبط إن الفضائل نسيج حي يتطور باستمرار ويتعفن إذا حفظ والفضائل المجففة وفضائل العلب لا تصلح لأمعائنا الحديثة وهذا هو الوقت الذي نراجع فيه فضائلنا قبل أن يهاجمنا رجل مجنون في الطريق ليأخذ منا ثمن اللحمة الضاني وتمن جهلنا أيضا لنتصدق على إنسانيتنا بالتفكير أنت تكسب حياتك حينما تنفقها وتكسب عمرك حينما تفقده فالسعادة هي الدفء الذي يتصاعد من حطبك كلما أحرقته وأشعلت فيه النار أين السعادة؟ إذا أرادت الأقدار أن تفسد إنسانا أعطته كل ما يتمنى تصور نفسك وقد تيقظت في الصباح فوجدت في جيب سروالك مليون جنيه بالإضافة إلى طعامك وسكنك وملبسك وزوجتك الجميلة وعضلاتك ومعدتك التي تهضم الحديد مليون جنيه بقشيش إنك تفقد عملك وتصبح المليون جنيه عقلا جديدا تفكر به سوف تلقي بساقيك على الرصيف وتبحث عن عربة ثم تلقي بالعربة وتبحث عن يخت ثم تلقي بالإثنين وتبحث عن طائرة سوف تكف عن لعب الطاولة وتبحث عن البريتش والبوكير والبكرة ثم تكف عن لعب الورق وتذهب لتصطاد البط ثم تمل صيد البط فتصطاد النساء ثم تمل النساء فتعكف على الخمر سوف تقلع عن أكل العدس وتتغذى على الكافيار ثم تتقيأ وتستدعي كونسولتو من خمسة أطباء كبار ليفتح لك الشهية ويعكف الأطباء في فحصك ويتداولون في مقدار ثروتك ثم يشخصون بالإجماع قرحة مزمنة في المعدة ليضمنوا أتعابا مزمنة تتسرب إلى جيوبهم وسوف تلد مليونك ثلاث ملايين صغيرة وتصبح قرحة معدتك قرحتين وتتمتع بالإضافة إلى هذا بالتهاب في القولون وانقباض في المرارة وأثار أملاح وسكر وزلال وتتسرب السعادة إلى نفسك فتصيبها بمركب العظمة ومركب أوديب وعدة مركبات وعقد أخرى أرستقراطية مستعصية وترفض النوم من فرط السعادة وتتقلب على فراشك من الأرق لا يواتيك النعاس إلا بالحقن والأقراص وتسمع نصيحة أصدقائك الكبار فتبدأ في علاج متاعبك بالانغماس في المجتمع فتنشئه جمعية لرحمة وجمعية لتحفيظ القرآن الكريم وجمعية لتربية القطة الضالة وجمعية لهواة الحشرات وجمعية لمحاربة التدخين والمسكرات والبسق في الشوارع وجمعية لهواة الحشرات وجمعية لمحاربة التدخين والمسكرات والبسق في الشوارع وتنفق على هذه الجمعيات من جيبك الخاص بالإضافة إلى السهر إلى منتصف الليل في جمع طوابع البريد والتحفي والسجاجيد والنقود البرونزية القديمة وتشجع الفلسفة فتحتضن ناديا للوجودية تمده بالنساء واللوحات العارية وتشجع الفن فتنشئ مدحفا للفن السوريالي وتشجع النهضات الدينية فتدعو إلى مذهب جديد في التسامح وصلاة جديدة تقرأ فيها أمزجة من الكتب السماوية على طريقة غاندي وتتحمس لمذهبك لدرجة الموت والسجن مثلا وتحتج وتضرب وتعتصم في بيتك وتصوم وتتغذى على الجلوكوز وتحتل الأعمدة الأولى في صفحات الجرائد ويزداد وزنك في فرط الكفاح إلى عدة أضعافه فتذهب إلى إكسليبان لتفقد عدة أرطال من الشحم المتراكم على قلبك وتتزوج هناك بمارلين مورو وتعود شابا صغيرا رشيقا لتعاود الكفاح من جديد وتنفق نصف ثروتك في كفاح الصلع والشيخوخة والنقرس وارتخاء العصاب وبعد عمر كامل من النشاط والبحث عن البترول والذهب والسعادة تكتشف أنك لم تبلغ اللذة أبدا فتعود إلى الدين والصلاة والصيام ثم تصاب بنكسة فتعود تبحث عن اللذة أخيرا في الشذوذ الجنسي ثم تنتحر في النهاية من فرط الخجل هذا خط طويل لحياة تجد منها نسخا متكررة كل يوم هذه الحياة اسمها الترف والبسطاء يعتقدون أن الترف هو الطريق الوحيد المستقيم المؤدي إلى السعادة وهذا وهم ونكتة في الغالب وأسخف منه النكتة الأخرى التي تقول السعادة في الفق فرجل المترف شقي ورجل الفقير أشقى منه ومعنى السعادة هو شيء آخر غير الغنى وغير الفق معنى السعادة في الوظيفة فأنت كائن حي لك وظائف نحو نفسك ووظائف نحو مجتمعي وبالقدر الذي تتخذ فيه وظائفك شكلها الطبيعي وسيرها الطبيعي وتؤلف مع الوظائف الأخرى في مجتمعها هارموني تكون إنسانا سعيدا فالسيقان خلقت للمشي والأسنان للمضغ واللسان للكلام والعقل للتفكير والقلب للحب والضمير لضبط إيقاع هذه الحركات كلها وسعادة في العمل المتصل الذي يضع كل هذه الأعضاء في وظائفها ويكرسها لهدف واحد طبيعي تتقدم به الحياة أما أن تكرس ساقيك وعقلك وقلبك وضميرك لجمع الطوابع مثلا فعمل غير طبيعي لا يعود عليك بالسعادة وإنما يخلق لك القلق دون أن تدري وتصوى رجلا ينظر بفمه ويأكل بعينه وينضغ بساقيه ويمشي على يديه إنه شيء خرافي ولكن أكثرنا يفعل مثل هذا دون أن يدري فيوظف حيويته في غير وظائفها ثم يبكي بعد هذا لأنه لم يبلغ السعادة المال والقوة والصحة والعمر الطويل والحرية وسائل للسعادة وليست سعاداتا في ذاتها وسائل لتشغيل طاقتنا الحية وبدونها نتعطل ونكف عن الحركة والحياة المليون جنيه قوة طريقها الطبيعي بنسبة لرجل غني أن ينفقها على غيره إن الطبيعة تمقط التعطم وكل فراغ يتواجد في الحياة يمتلئ من تلقاء نفسه بالهم والشقاء إن النحل بعد أن يلقح أنثاه يسقط ميتا لأن حياته كانت ممارسة وظيفته فقط وكذلك فرشة دود القز تموت بعد أن تضع البيض لأن وظيفتها انتهت والطبيعة لا تستطيع أن تقتل الإنسان الأنني كما تقتل النمل والفراش ولكنها تستطيع أن تميت قلبه وتميت أعصابه وتعذبه بثلاجة الملل وهذا عقاب الطبيعة لمن لا يعمل والأديان سبب من أسباب الخلط في معنى السعادة لأنها هي التي قالت عن الزنا والخمر للذات وحرمتها فتحولت هذه المحرمات إلى أهداف يجري وراءها البسطاء والسذج على أنها سعادة وهي ليست بسعادة على الإطلاق إننا نقول عن الأنبياء والرسل والمفكرين والشهداء أنهم شقوا وتعذبوا من أجل الإنسانية والحقيقة أنهم لم يتعذبوا وإنما سعدوا بأعمالهم فسعادة الرسول هي تبليغ رسالته وسعادة المفكر هي ممارسة تفكيره والشقاء الحق لهؤلاء أن يحجر على أفكارهم ويجبر على الحياة العادية الصغيرة التي تشبه حياتي وحياتك الشقاء هو العقبة بين العضو ووظيفته بين العقل وتفكيره وبين القلب وعاطفته والضمير وحريته والخيال وانطلاقه والسعادة هي اندفاع الطاقة الإنسانية حرة في طريقها الطبيعي تتكلم وتبني وتفكر وتتفنن الذي يحول بينك وبين البكاء يشقيك أكثر من البكاء نفسه وربما كان البكاء سعادة أحيانا إذ كان تعبيرا حرا صادقا منطلقا بدون تزييف ومثل هذا البكاء يسعد أكثر من الضحكة المختصبة والابتسامة الصفرة والكتح الخصب المنتج يسعد صاحبه أكثر من الراحة والتفكير المتراخي المفلس والكفاح الذي يشحذ المواهب ويوظف الأعضاء وينبه الغدد هو الطريق الوحيد إلى السعادة فأنت تكسب حياتك بأن تنفقها وتكسب عمرك بأن تفقده والسعادة هي الدفء الذي يتصاعد من حطبك كلما أحرقته واشعلت فيه النار وإذا تيقظت فوجدت في جيب بانطلونك مليون جنيه فكر في أحسن طريقة لتوزيعها على الناس فبهذا وحده يمكنك أن تبلغ السعادة التي تتمناها إنني كلما فكر بدأت أعتقد أن المرأة لم تخرج من ضلع الرجل وإنما الرجل هو الذي خرج من ضلعها الرجل الصغير الثرثار المرأة منذ أكثر من ألف عام كانت المرأة أرخصة من العب كان اليهود يضعونها مع الماشية ويحكمون على الأم التي تلد الأنثى أن تتطهر مرتين وأن لا توقد شمع وكان اليهود يصلي كل يوم قائلا أشكرك يا رب لأنك لم تخلقني كافرا ولا امرأة وكان رجال في تاهيتي يستخدمون النساء في إرضاع الخنازير وكان نيتشا ينصح رجل إذا ذهب إلى مرأته أن يأخذ معه الصوت كانت المرأة شيئا هينا ذليلا مجرد ضلع من ضلوع الرجل كانت الحرية مؤنثة بالاسم فقط ولكنها ضنت وقفا على رجال وعاشت المرأة مئات السنين مضطهدة مظلومة ولم ينقذها من الموت إلا أنها كانت تلد الجند وتمد الجيوش بذخيرة من لحمها ودمها فهل كان انتقاما منها أن تتخابث لتحصل على حقوقها بالحيلة؟ لقد ادعت المرأة أنها ضعيفة وهي قوية وقالت إنها عاطفية وهي عملية وظهرت أمامنا حالمة وهي يقضانة ومثلت دور الصيد وهي الصيد وتمسكت بالعفة لأنها تؤدي إلى عكس معناها إلى الإغراء والإثارة والرغبة الجنسية واخترعت فن الطبخ حينما علمت أن بطن رجل توصل إلى قلبه واخترعت الغيرة لتسلب رجل حريته كما سلبها حريتها وتضيق عليه كما ضيق عليها فهي تتوسل بالغيرة كي تعزله عن عشيقاته وعن أصدقائه وصحفه وكتبه وآلاته الموسيقية ثم تغلق عليه الباب كما أغلق عليها الباب بأسلوب رشيق أنيق هل كان انتقاما من المرأة أن تتخابث كل هذا الخب؟ لا أظن لقد كان نبلا فقد لعبت المرأة بالرجل لتصنع منه زوجا وسجنته في البيت لصالح أطفالها وبعد هذا غفرت له ما تبقى من خطاياه وقد ظلت المرأة أمينة على بيتها حتى تغير من حولها الناس وفتحت عينها ذات يوم فوجدت المجتمع أصبح مصنعا كبيرا يتحارب بالشيكات ويسطو على أولادها ويسرق منها قوتها فتركت بيتها وخرجت إلى الشارع لتكافح إلى جوار الرجل ورحب بها صاحب المصنع لأن أجرها أرخص من أجر زوجها ونقلها من عبودية البيت إلى عبودية الورشة وأصبح البيت فارغا بعد أن هجره سكانه ليعيش في عنابر وسنادير وقلدت المرأة رجل في تدخينه وفجوره وإلحاده وفي طريقة تصفيف شعره ولبسه السراويل وتحولت بالتدريج من ربة بيت إلى محضية وخليلة وبدأ البيت ينهار وأصبح الحمل بالنسبة لها خطرا لأنها تعمل طول يومها فبدأت تمنع الحمل وتحدد الناس وتنقص الأطفال في العائلة شيئا فشيئا حتى أشرفت الأسرة هي الأخرى على الانهيار وبدأ نظام جديد يظهر هو نظام الزواج الحر الزواج بلا عقد وبلا نفقات وبلا بيت وبلا أطفال لقد تحررت المرأة من البيت وتحررت من الحمل وبقيت بقلب عاطل إن المرأة الحديثة في شوق دائم إلى زوج لأنها لم تنسى عظمة الأمومة ورجل العصري يهرب من الزواج لأن المرأة لم تعد تقدم له شيئا يذكر فهو قد استراح إلى العزوبة وإلى العلاقات التي تتجدد كل يوم وتتجدد بها شهيته لقد عادت عجلة الظلم لتدوس على الأم العظيمة مرة أخرى ولكن المرأة ذكية لقد خرجت إلى الشارع ودخلت المدرسة وقرأت الكتاب وسبقت الرجل في كل شيء حتى في رجولته فأصبحت تلبس فساتين من الدبلان الرخيص في الوقت الذي بدأ فيه رجل يلبس القمصان المشجرة واندفعت بسرعة في كل ميدان بحرارة طفلة عنيدة مليئة بالإصرار بينما جلس رجل يتفرج عليها ويتثاءب متعبا على رصيف وأفاق رجال ليجدوا دنياهم قد تغيرت تغيرت بيوت زمان وخرجت أحشاؤها فأصبح نصفها في المكاتب فأصبح نصفها في المكاتب ونصفها في غرف النوم وهي ماضية في الهجرة إلى الشارع شيئا فشيئا وفي المستقبل لن يبقى في البيوت إلا العجزة أمثالي عاكفين على أحواض الغسيل أمام الصحون يحلمون بشمشون الذي حلقت له المرأة رأسه وفي المستقبل سوف تصبح المرأة كالخليفة لها جوار من الجنس الخشن وخسيان وعبيد إني كلما فكر بدأت أعتقد أن المرأة لم تخرج من ضلع رجل وإنما رجل هو الذي خرج من ضلعها الرجل الصغير الثرثار منذ فجر البشرية والأديان تتغير والعقائد تتبدل إلا دين واحد ظل كما هو واسمه الحب الحب العصري الحياة بدون حب مستحيلة قد يخيل إليك أنك تعيش بلا عواطر وأنك لا تحب شيئا ولكنك دائما تحب دون أن تدري أنت تحب الله أو أمك أو أباك أو امرأة أو قطة أو صنما أو فنا أو مبدأ أو رسالة لأن فيك شواقا لا يطفئها إلا التعلق وليلا هي التي تفوز دائما بأكثر هذا الحب لأنها أجمل من القطة وأجمل من الصنم وأكثر واقعية من المثل ورسالات والمبادئ وهذه هي المشكلة منذ القدم المرأة تصرخ من أعماقها أريد رجلا ورجل يصرخ من أعماقه أريد امرأة فينا من هو مثل تيريزا في قصة جوركي من يجلس ليسود خطابات ملتهبة إلى عشاق خياليين لا وجود لهم وفينا من يكتب خطابا من عشر نسخ بالكربون لعشرة عشاق حقيقيين في وقت واحد وفينا من يكتب بدموعه ومن يشف من كتاب المنفلوطي ثم يوقع باسمه أو شفتيه أو نقطة من دمه وفينا من يكتب لحبيبته مقلوعة جنائزية عنيفة من شعر شيكسبير يموت فيها سبعة في مبارسة عنيفة من أجل امرأة وفي النهاية كلنا نحب ونكتب عن الحب ونمارس الحب بأسلوب أو بآخر ونكاد نصنع من الحب دينا فنعشق أنبياءنا ونعبد عشيقاتنا وترى الواحد منا يحب وتظن أنه يصلي وفي قصة مجنون ليلة ترى قيس لا يذهب ليحتضن ليلة وإنما يستلقي في عرض الصحراء ليقول فيها الشعر ويتغنى بعيونها التي تشبه عيون المهاء ويجوع ويتعرى وينحل ويذبل ويتشرد كالمجنون هذه الصوفية ظلت تمتزج بعواطفنا مدة طويلة حتى بدأ شبابنا العصري يتخطاها ويقتلها بمزاولتها على نطاق واسع فأصبح شعار روميو الجديد أن تكون له أكثر من جوليات لقد بكى على حبه الأول مثل قيس ثم اكتفى بالحزن على الثاني ثم دفن الثالث في صمت ثم أصبح كالحانوتي يدفن الميت ويسرق كفنة وتحول من قيس إلى كازانوفا يسرق قلوب النساء ولا يبادلهم الحب إلا على الفراش أما المرأة فكانت دائما أكثر واقعية من رجل لقد ظلت تفضل في رجل جيبه ومركزه ولقبه على جماله ولمعة شعره وكازانوفا العصري ليس ذئبا كما تظنه المرأة بل هو في حقيقته رجل غلبان يريد أن يعيش ولكن عدم التكافؤ في الفهم وحياة الكبت والقلق والشك والأزمة التي عاش فيها من يوم ميلاده هي التي دفعته إلى الانحراف وطلب المتعة والعلاقات المتجددة وهو يعلم أن انتصاراته في معارك الحب هي فشل في معارك الحياة ولكنه يمعن في الإغراق فيها لينسى وفي النهاية يختم حياته بزواج سيء يدل على التعب على تعبه من الشك والحيرة والتردد إن الحب اليوم يمر على مرحلة تطور وانتقال فقد بدأ حالة صوفية تتعبد الجمال ثم تحول إلى انفعالات جنسية تتأمل المرأة من أسفل إلى أعلى وهو في طريقه إلى النضج حينما ينضج سوف تتجمع النظرتان في نظرة واحدة شاملة تتذوق الشخصية وتتعرف على ملامح القلب من داخل الجسد وتفهم أهمية المادة وأهمية روح جيلنا كله يمر على هذه التجربة ونحن للأسف نذهب وقودا لها إن التطور محاولة للحياة تقبل الصواب والخطأ ونحن نتقدم على مسار الزمن ولكن الخط الذي يسير بنا إلى الأمام ليس مستقيما وإنما هو يتعرج أحيانا هنا وهناك معنا التقدم إذا كان فرويد يقول أن مفتاح سلوك رجل ناضج في طفولته فأنا أظن أيضا أن مفتاح مستقبل البشر في تاريخهم فالتاريخ هو طفولتنا البعيدة البعيدة جدا لقد بدأ تاريخنا في آسيا كان الآريون والمغول والعرب والترق يخرجون من آسيا كالجراد ويخيرون على أوروبا يحملون معهم زوبعة من الأديان الجديدة حملوا معهم الهندوسية والبوذية واليهودية والإسلام ونهب التيجان والجوار الحسان وخزائن الفضة والذهب والماس وظلت أوروبا زمنا طويلا مستعمرة صغيرة لآسيا ولكن التاريخ بلا قلب إنه يعود فينسى الماضي فينزل الإنجليز من أقصى الغرب يسوقون أمامهم أبناء آسيا وإفريقيا الطعساء ويشحنونهم في أقفاص كأقفاص الدجاج ثم يرسلونهم عبر البحر إلى فيرجينيا وكارولينا ليعملوا جماعات في حقول التبغي الشاسعة حيث يعيشون ويموتون هناك كما يموت الذباب لقد تحول التاريخ وباتت آسيا مستعمرة كبيرة في قبضة الأوروبيين تحول العبد إلى السيد والسيد إلى عبد وماتت حضارات وولدت حضارات سقطت مصر وسقطت اليونان وفقدت روم تيجانها وداس العلم على العصور الوسطى المظلمة ثم نشأت الآلة لتدوس على الناس في المصانع وفي الأكواخ وظهر الاستعمار ليدوس على الكل وأصبح الفراعنة والإغريق وروم موميات في المتاحب وتسالي يقطع بها السواح وقتهم وينفقون عليها ملايينهم التي جمعوها من صناعة الدبابيس والتيرتر وأحمر الشفاه إنها قصة طويلة تستطيع أن ترويها على أطفالك مع قصص العفاريت فلا يصدقونها فتبيت تحلم وحدك تحلم وتتساءل هل نحن نتقدم؟ هل نتقدم حقا أم إنها قصة واحدة تتغير فيها الأسماء ويظل التأخر باقيا كما هو لقد كانت طغاة القدماء يكتسحون الأرض بسكانها ويحاولون الكل إلى عبيد أرقى ثم تطور الطغيان فأصبح الغازي يكتفي بأن ينهب الأرض ويترك سكانها أحرارا ليعتصر دماؤهم في الضرائب ثم تطور أخيرا إلى شيطان عطوف دائم الإبتسام لا يمس الأرض ولا يمس سكانها وإنما فقط يستولي على ثروتهم لقد بدأنا عبيدا للأرض وانتهينا عبيدا للأجر كنا نعبد عجل أبيس فأصبحنا نعبد البنك العثماني ذهبت طاقة التطور في تغيير الأسماء أصبح الطاغية إذا أراد أن يشنق على راحته أطلق على المشنقة كلمة كنيسة وبدأ يشنق تحت ستار الدين ورب والوصايا العش وإذا أراد أن يقتل الفن أطلق عليه كلمة دعارا وإذا أراد أن يخنق الفك أطلق عليه كلمة إلحاد فهل هذا هو التقدم؟ هل استبدال حرب السيوف والحجارة والمنجنيقات بالحرب الذرية تقدم؟ هل ركوب القطار بدلا من ركوب الحمار تقدم؟ وهل تعاطي طبق من أقراس الفيتامينات بدلا من طبق من الخضر تقدم؟ وما هو المقياس الذي نقيس به التقدم؟ إن القوة وحدها ليست مقياساً فرجل قوي قد ينفق قوته في المخدرات وقد يتراخ تحت شجرة كالبهيمة لينام وقد ينفق قوته في العدوان وهو في هذه الحالات كلها ليس متقدماً في شيء والسرعة ليست مقياساً للتقدم فإذا درت حول الأرض بطائرة صاروخية لألقي عليها القنابل وإنه لا أفضل لي وللتقدم أن أدور حولها بحمار في عشر سنوات لأبذر القمح فالسرعة في ذاتها ليس لها معنى وإنما الهدف من السرعة هو المهم وإذا طال عمري حتى بلغ مئتي عام فلن يصنع مني إنساناً متقدماً على أجدهدي إذا كنت سأنفق هذا العمر المرذول في لعب البوكر إن العلم يضيف إلى يدي قوة على حكم الطبيعة ولكنه لا يضيف إلى إرادتي قوة على حكم نفسي وهو لهذا ليس تقدماً العلم لعبة من ألعب الذكاء البشري يلعب بها الأطفال الكبار أمثالنا فهم يلهون بالذارة والإلكترون بدلاً من النفيخة وعفريت النسوان ولكن معنى التقدم في توظيف العلم وليس في العلم ذاته والتدين لا يضيف شيئاً إلى الحضارة فليست العبادة هي التي ترفع من شأن الإنسان وإنما نوع المعبود هل هو الشمس أو البقرة أو الصنم أو النار أو الله وما هي العبادة نفسها هل هي وعي كوني أو روتين يومي كلعب الطاولة لا القوة إذن ولا الصحة ولا السرعة ولا العلم ولا الدين تكفي لتحقيق التقدم وإنما هي وسائل وإنما معنى التقدم يتحقق في شيء واحد الحرية والحرية في ذاتها تحتاج إلى علم وصحة وقوة وسرعة لتتحقق على نطاق واسع وتصل إلى كل الناس كما يصل إليهم الماء من الصنبور كل يوم إن التطور محاولة للحياة تقبل الصواب والخطأ ونحن نتقدم على مسار الزمن الطويل ولكن الخط الذي يسير بنا إلى الأمام ليس مستقيماً وإنما هو يتعرج أحياناً هنا وهناك إن الأخلاق الكبيرة تبتلع الأخلاق الصغيرة كما تبتلع القطة الفئران والضمير الإنساني ينمو كل يوم ويتضخم وتزداد عليه الأعباء معنى الضمير ما أكثر الوقت الذي يذهب صدى وما أقصى اللحظات التي تموت بين يديك دون أن تنتفع بها لو استطعت أن تحيل الحكمة كلها إلى سطر واحد أو كلمة صغيرة لفعل فأنت تريد أن تشرب الحياة جرعة واحدة فالساعة تدق إلى جوارك والعمر يمضي وأنت تريد أن تستوعب كل شيء تريد أن تحس بكل السعادات وتعرف كل الحقائق وتدرك كل الخفايا لا شيء يكفيك ولا شيء يكفيني ولا شيء يكفي أحد أنت تتطلع إلى ما في رأسي وأنا أتطلع إلى ما في يدك وكلانا يتطلع إلى ما في الغد نحاول أن نأخذ منه ضعف احتمالاته وأشد ما يعذبنا جلاد في نفوسنا اسمه الضمير لا يعرف ميزانا سوى ميزانه جلاد يبخس كل مجهود ويستخرج في كل عمل عيبا ولا يفتأ يطالبنا بالكمال وكلما بلغنا هدفا طالبنا بهدف آخر إنه مثل قاطع الطريق روكوست في الخرافة اليونانية الذي كان يقطع الطريق على الناس ثم يخلع عنهم ثيابهم ويضعهم على سرير من حديد فإذا وجدهم أطول منه قطع أرجلهم وإذا وجدهم أقصر منه شد رؤوسهم وأقدمهم بالحبال ليساوي بينهم وبينه وهو لا يجد الطول الذي يطلبه أبدا لأن سريره مصنوع من الأحلام من أحلام البشر والبشر يحلمون دائما بما ليس لديهم الضمير قوة في داخل الإنسان تطالبه كل يوم بمطالب جديدة قوة ذات أهداف متحركة كلما اقترب منها ابتعدت عنه وكلما قبض عليها تبدلت في يديه وفقدت حرارتها قوة لها قصة طويلة في تاريخ البشرية وفي تطورها في البداية كانت الأرض تعج بالحيوانات وكان المجتمع القديم غابة كثيفة ومستنقعا تنقنق فيه الضفادع وتهوي الذئاب وكانت الحياة تأكل بعضها في وحشية وكانت الأمطار والسيول والزلازل والبراكين والبروق والرعود تدمدم في الفضاء فيرتعد حيوان صغير يقف على ساقائه ويتطلع من فجوة كهفه وهو الإنسان الأول كان يتطلع إلى السماء في خوف إن كل شيء حوله لا يتغير إلا السماء إنها تضيء بالنهار وتتحول بالليل إلى فحمة سوداء ثم لا تلبث أن تهطل سيولا وترعد وتبرق وتقذف بالشهب وسحد وهو يرتعد وقد تصور أن في السماء أرواحا تحكمه ويمضي الزمن نشأت الأديان البدائية التي تعبد الشمس والنار ونشأت طوائف الكهنة من السحرة والمشعوذين ونشأت ضمير الأول من الخوف والجوع ولكن الإنسان ما لبث أن أدركه الشك وأشح بوجهه عن السماء وبدأ يتطلع إلى الأرض وبدأ يعرف الشبع ويسيطر على خوفه ويتخذ له ضميرا جديدا كانت فضيلته الأولى هي الأسباب التي يحفظ بها كيانه كفرد في عالم يسود فيه الذئب ولكنه تزوج وعرف الأسرة وأصبحت فضيلته الجديدة تشمل خيره وخير أولاده واتسعى ضميره لحساب إضافي وتكاليف إضافية ولم يكتفي بالأسرة بل تجمع في قبيلة كبيرة من عدة أسر وضعت عصبيته العائلية في عصبية شملت مصالح القبيلة كلها ومر الزمن وتصدعت القبيلة أمام امتحان الحياة العسير فتجمعت في قبائل لتواجه الأخطار ونشأت الدولة وذابت العصبية في أحساس جديد وهو الوطنية ولكن الدولة لم تستطع أن تعيش في أمان فلجأت إلى التكتل وبدأ الإنسان للمرة الأولى يتجاوز وطنه لينظر نظرة شاملة إلى الإنسانية في فضول الريف الذي يتطلع إلى مدينة واسعة ويتفرج على شوارعها المرصوفة المضاءة بالكهرباء وبدأت الوطنية تذوب في أحساس إنساني شامل وأصبح الضمير في النهاية جهازا معقدا يضم مطالب العالم الكبير وأصبح الخير هو خير الكل والشر هو شر الكل وابتلعت الأخلاق الكبيرة الأخلاق الصغيرة كما قال ميرابو وادرك الأفراد أنهم يموتون ويتركون آثارهم في حوض مشترك يشرب منه الناس هذه هي القصة التي نطالع آخر أخبارها ونحن أطفال ونقرأها في الكتب والتعاليم والمبادئ ونلتقطها بالعدوى من آبائنا ومدرسينا ونراها شاخصة أمامنا في المجتمع حينما نفتح عيوننا حقيقة ملموسة يسهر على حمايتها الجيش والبوليس ورجال القضاء والمحامون والساسة إن الحكومة هي ضمير المجتمع المسلح الذي يسهر على حراسة خزينة المثاليات التي كسبتها الإنسانية بالدم والعرى ولكن المجتمع نفسه أدات وليس غاية لقد اتخذ الفرد درعاً لواجه به حياة شاقة وليوسع من حريته ويضاعف من طاقاته إن حرية الفرد شرط أساسي في العقد الاجتماعي لقد صنع الفرد أسرة ثم ألف قبيلة ثم أقام دولة ثم اشترك في عالم كبير بهدف واحد وهو الصيانة حياته وهو يحمل وعب الإنسانية ويضحي بخيره في سبيل خير الكل لأنه يريد أن يهزم الخوف والجهل والفقر والمرض ويقضي على الموت والهزيمة وهذا يرد كل الفضائل إلى أصل واحد وهو حفظ الحياة وبقاؤها وتحسينها والذين يصنعون لنا الفضائل ويربون فينا الضمير هما فراد قلائل حالمون أنبياء وفلاسفة امتاز علينا بالحس المرهب والبصر العميق والتطور الدقيق للكمال كان الأنبياء يحلمون كما كان أفلاطون يحلم في جمهوريته ثم تركوا أحلامهم تعمل في ضمائر الناس كانوا يشعلون الفتيل ثم يتركون كتبهم لتنفجر في التاريخ كالقنابل الزمنية ولو بعث موسى حيا لما صدق أن الناس حاربوا من أجل أفكاره كل هذه الحروب الدامية إن الضمير هو نتيجة تفاعل عنيف بين الفرد وبيئته وهو يرتد في النهاية إلى قيمة مرتبطة بالحياة إنه يشبه صماما من صمامات القلب التي تسمح بتحرك الدم في اتجاه واحد إلى الأمام فقط إلى الشرايين الصغيرة التي تغذي الجزء وتروي خلايا المجتمع وهو أكثر من مجرد الصمام إنه تلومبا أيضا تدفع الدم دفعا بقوات فطرية في داخلها إن الضمير ليس مكتسبا كله إنه فطرة خالصة وهو يتطور في الشكل والقالب متأثرا بالتربية والتعليم والاكتساب ولكن روحه تظل حقيقية فطرية كالبروتوبلازم والخلية والحركة والنور ومن هذه الفطرة تنبثق الأحلام أحلام اليقظات العظيمة التي تطلب الحق والخير والجمال وتشق مجاري الوعي التي تؤدي إليها وحينما تصادف في طريقك رجلا نصف نعسان يتساءل ساخرا ما الفائدة من وضع ستة أزرار على كل المعطف وتعليق الشرابة في قمة التربوش ما الفائدة من لبس الأسنان الذهب وإطلاق اللحة وقص الشوارب لا تضحك عليه فهذا التساؤل ينبع من مكان قديم مقدس هو الضمير الحائر أمام الحقيقة ولسنا كالنحل فضلاء بالغريزة نصنع العسل ولا نأكله ونلقح الإناث ثم نموت إنما نحن أهدميون نختار فضائلنا بوعي وبعد ليال طويلة من السهر والأرق والتساؤل والتردد وفي هذا تكمن كل قيمتنا كم ضحكت مرارا على الضعفاء الذين يحسبون أنفسهم فاضلين لأن ليس لهم مخالب حول معنى العدالة إن السماء لا تمطر خبزا ولا حريات كل شيء في دنيانا صناعة أرضية حتى المثل العليا والأحلام لقد مضى الزمن الذي كنا نتلقى فيها تعاليمنا من جبريل وتحول أصحاب الرسالات إلى أصحاب معامل وأصحاب مصانع وشركات وتحولت فضائلنا إلى شيكات تصرف بشباك بنك باركليز وأصبح في إمكان رجل مثل فورد أن يصنع جنة مزودة بالترام والترولي باس وتكيف الهواء وراديو وأنهار الويسكي والعسل والحريات الفاتنات وأكواب المانغو المثلج ويتمتع إلى جوار هذا بحياته الدنيا فلا يضيع لحظة واحدة في الصلاة وفي استطاعته أيضا أن يشتري غفران البابا وأن يشتري ذمم أعضاء الكونغرس وأن يستأجر شعبين يتحاربان أمامه على سبيل التسلية وأن يستولي في نفس الوقت على محطة إذاعة ومسرح وسينما وصحيفة ويذيع نشرات منتظمة من الأكاذيب على الناس كل هذا أصبح ممكنا والمصلون ورهبان وأصحاب اللحى أصبحوا في خدمة أصحاب المال دون أن يحسوا فهم يقومون بواجب يومي هام وهو تشحيم المجتمع حتى لا تلتهب طبقاته من الاحتكاك الدائم ولهذا يحرص فارد على طبع سبعة ملايين نسخة من الإنجيل ويقوم بتوزيعها مجانا على الفقراء والزنوج لقد انعكست الآية وأصبحت السماء خاضعة لحكم الأرض كان لهذا الخضوع قصة طويلة تروى في الزمن الأول كانت الأديان تقتل الناس وتقدمهم للآلهة كان الفراعن يلقون بامرأة حية في النيل قربانا لإله الفيضان ثم أصبح العرب يلقون فيه بدمية واتضح أن إله الفيضان ضعيف البصر غلبان لا يفرق كثيرا بين الإنسان والدمية وكان الإغريق يذبحون الناس بالمئات عند أقدام آلهتهم ثم أصبحوا يذبحون الحيوانات ثم أصبحوا يقدمون الخبز المقدس والبسكويت واتضح أن الآلهة تفضل البسكويت وأن معيدتها تستريح على النشويات وكانت بعض الأديان القديمة تحرم الزواج على كهنتها ثم أباحت الديانات العصرية الزواج وأباحت تعدد الزوجات وأباحت الطلاق وطالبت بحرية المرأة وطالبت بالدستور على الطريقة المودرن كان الله نفسه أكثر واقعية من عباده وكانت الحاجة متفوقة على الحكم منذ البداية ومطالب الأرض متغلبة على مطالب السماء ولكن التطور تلكأ بسبب الخجل خجل الإنسان في مواجهة جسمه عاريا ويدرك أهمية اللقبة وسلطان الفم الذي يأكل وأضع هذا الخجل كل شيء لأن الزمن لم يكن واقفا وإنما كان يسير كان المجتمع يسير من مجتمع يفلح ويزرع إلى مجتمع صناعي هائل يمور بالنار والبخار ودفعت الكهرباء عجلة التطور دفعة أخرى فاختل التوازن وأصبحت إمكانيات القوة في المجتمع أكبر من إمكانيات الوعي وتحولت الطاقة البشرية إلى مارد مغفل يلهو بلعبة خطيرة اسمها الحرية أصبح إمكان الفرد أن يمتلك بلا حدود وأن يقوى بلا حدود وتمخذ هذا الوضع على ظهور أمثال فورد بل ظهور دول بأسرها مثل إسرائيل وظهور حكومات داخل حكومات في كل مكان تديرها المصارف والبنوك وظهور صراع سياسي عالمي بين معسكرين في الشرق والغرب بينهما مئات شعوب صغيرة التي تضع يدها على قلبها في إشفاق وعاش هذا الصراع في كل فرد فهو حائر بين فرديته وبين احتياجات المجتمع الذي يعيش فيه وهو يطمع أن يكون إلها مثل فورد ولكن المغامرة تبدو أمامه مثل اللوتاريا تضيع فيها مليون فرصة وتكسب واحدة ولا أحد يضمن أنه سيكون الواحد في المليون وهو يريد حرية مطلقة ولكنه يعلم بالتجربة أن مثل هذه الحرية ستكون على حساب ملايين قد يكون هو بينهم فترتد اليد التي أطلقها إلى عنقه وتخنقه وهو يريد أن يرتفع فوق حاجاته المادية ويعيش في تأمل كالفقير الهندي ولكن زمن روحانية انتهى والهنود أنفسهم تركوا التأمل وراحوا يصنعون الطائرات وهو يتطلع إلى السماء باحثا عن حل فيجد أن السماء ليس لديها أي فكرة عن حاله وأنه متروك وشأنه على الأرض يفعل ما يره وأن كل شيء حتى المثل العليا والأحلام أصبحت تصنع محليا بأيد إنسانية مثل الخزف والفخار وأن عليه أن يصنع مثاليته ويصوغ مصيره عليه وحده أن يستخرج الحل من أفواه الناس ومن التاريخ ومن الكتب وفي جمهورية أفلاطون حينما يسأل السقراط ما معنى العدالة يجيبه الثراسيماخوس هي منفعة الأقوى فالأقوى هو الذي يضع القانون ويصوغه من مصالحه فيسمي منفعته عدلا وعلى الضعفاء أن يطيعوا فليست لهم فضيلة سوى الطاعة وفي كتاب زردشت يقول نيتشا ضحكت مرارا على الضعفاء الذين يحسبون أنفسهم فاضلين لأن ليس لهم مخالب ويقول ميكيا فيلي إن العدالة هي منفعة الأذكى وإن أي توسيلة مهما كانت منحطة هي عادلة إذا كانت لها غاية تبررها وإن الدرهما من الذكاء أفضل من قنطار من الحق ويقول المسيح إنه لا وجود للعدالة على الأرض وإنما العدالة في المملكة الثانية بعد الممات وإن أكبر عقاب لعدوك الذي يصفعك على خدك هو أن تعطي له خدك الآخر ولكن أفلاطون يعود في نهاية جمهوريته فيستخلص المعنى الحقيقي للعدالة فيقول إن العدالة ليست منفعة الأقوى وليست منفعة الأذكية وإنما هي تحقيق نظام في المجتمع يشبه تحقيق الصحة في الجسد فيكون كل فرد في مكانه يأخذ على قدر حاجته ويعطي على قدر طاقته ويحقق بين إخوانه تعاونا فعالا العدالة ليست قوة مطلقة ولكنها قوة منسقة إن أفلاطون بهذه الكلمات القليلة يلخص المحنة التي نمر بها في كلمتين إن العالم يحاول أن يحقق هذه القوة المنسقة في مجتمعاته بحيث يصبح كل فرد في مكانه يعمل على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته ولعل أفلاطون كان يعلم قصة التاريخ سلفا كان يعلم هذه المحنة التي سنمر بها قبل معادها بأكثر من ألفين عام وكان عصريا فصنع معنى للعدالة وكان عصريا فصنع معنى للعدالة من مادة الأرض ومن منافع البشر ولم ينتظر ليسقط عليه الوحي من السماء مع إنداء الفج أما نيتشا فقد ظل متشبثا بفضيلة القوة حتى جنة وتلفت حوله مرددا كلمته المأثورة إلى متى ينتظر ذلك القصيس الأبلة ألم يعلم أن الله قد مات لقد أمعنى في الوحدة والعزلة وظل يعلو على الناس حتى انفصل عنهم وفقد الإله الذي يعيش في قلب الجماهير وانقطعت سلته بينبوع القوة ولكن نيتشا ما زال حيا بيننا ما زلنا نراه كل يوم على مسرح السياسة وما زلنا نرى ميكيا فيلي وما زلنا نرى المسيح مصلوبا في أقصى اليمين وبين اليمين واليسار يدور الصراع والتاريخ يسير ولا ينتظر ليس صحيحا أن الذي ينتحر هو رجل زاهد في الحياة رافض للملذات إنه على العكس رجل يحب حياته لدرجة أنه لا يطيق معها فقدان أي شيء لا تقتل نفسك كان جدنا القرد يفكر تفكيرا سليما لم يخطر له في أحد المرات أن يصعد على شجرة جوز الهند ليلقي بنفسه من فوقها وإنما كان يصعد عليها في الغالب ليبني عشا كذلك أولاده القرود وأحفاده وأحفاد أحفاده من أولاد آدم ولكن المجتمع تطور وتحولت الغابة التي كان يسكنها القرود إلى مدينة يجري فيها الترام ويضيئها الكهرباء ويسكنها آدميون يشربون الويسكي وعصير البرتقال ويتفرجون على البالي والأوبرا والسينيماسكوب ويقرؤون الكتب تحولت الغابة المليئة برعب إلى جنة حافلة بالملذات والمتع فماذا حدث؟ كيف احتفل الإنسان بهذه الجنة الجديدة؟ لقد بدأ يشرب الفينيك واليزول ويطلق على رأسه النار ويلقي بنفسه من أسطح العمارات ويتفنن في قتل نفسه لقد أصبحت الحياة لذيذة ممتعة لدرجة أثارت حب الإنسان وأثارت بغضه في وقت واحد أصبحت لذة المال تخلق المصرف الذي ينفق بلا حساب وتخلق البخيل الذي يجوع حتى الموت ولذة الطعام تخلق المتخم وتخلق الممعود ولذة الجنس تخلق الراهب وتخلق الداعر وأصبح الضوء الشديد يخلق في الرأي رغبتين في وقت واحد أن يفتح عينيه ويحملق وأن يغطي عينيه ويهرب إلى الضل إن الانتحار ظاهرة غريبة إنها ظاهرة غريبة حينما تصدر عن مجتمع عصري متمدن إنهم يقولون أن الانتحار زهد في الحياة ورفض للملذات ولكنه في الحقيقة حب للحياة وتهافت على الملذات حب مريض يائس وتهافت أناني إن المنتحر يحب حياته لدرجة لا يحتمل معها فقدان أي شيء السعادات الصغيرة تبرق تحت عينه الشرهة والآلام الصغيرة تعضه في قلبه والحرمان يتمثل له في شكل كابوس رهيب أبشع من الموت إنه كالعاشق الذي يهرب من عاشقته من فرط هيامه بها إنه يخشى الفراء إن قلبه يتفطر حبا ولكن ساقيه ترتجفان من الذعر والهلع فلا يجد وسيلة للتعبير عن حبه إلا الجهر وهو أناني يطالب الدنيا بأكثر مما تستطيع ولا يحاول أن يدفع الثمن إذا نفخ على الجليد فلم يتحول إلى قمح لطمخ ديه وشق ثوبه وبكى واشتكى لأنه مظلوم منحوص الطالع وإذا غابت الشمس قبل أن يتدفأ بها لعن الشمس لأنها تتآمر على حرمانه إنه يمثل إرادة المريضة اختل فيها التوازن فهي بدل أن تتكيف مع الظروف تحاول أن تكيف الظروف حسب هواها تحاول أن تفعل هذا في تعصف وعجلة وأنانية لا تعرف معنى للصبر ولا للجهد وحينما تصطدم هذه الإرادة بالمستحيل لا ترتد إلى العقل ولكنها تتمرد وتتهم الوجود كله بالظلم وتلقي عليه عبء الفشل وتصمم على محوه ويبلغ جنون المنتحر ذروته في لحظة الانتحار فيبدأ فعلا في محو الوجود بمحو نفسه وتكون النهاية أن يؤكد ذاته بإحداث العكس بإعدام ذاته ويظل السؤال الثاني بلا جواب لماذا يكون الانتحار سمة المجتمعات العصرية ولماذا يتكاثر عدد الذين يشربون الفينيك كلما ارتفعت العمارات عدة أدوار في السماء ويتكاثر المجانين كلما زحفت المدينة على الغابة والحقل السبب على ما أعتقد ليس هو المدنية ولكنه التقدم المريض الذي يشمل المجتمعات من الناحية الشكلية فقط بينما تظل متأخرة من حيث قدرة أفرادها على التنفس والنمو إن التقدم الحقيقي هو الذي يصنع قوة في الخارج بقدر ما يصنع قوة في الداخل التقدم هو الذي يصنع من الصلب بقدر ما يصنع من الحريات والمجتمع كالجسم البشري كلما زاد حجمه والتسعى نشاطه كلما احتاج إلى مساحة كبيرة من غياتين يتنفس بها إذا عرفت هذا فلن تقتل نفسك وإنما سوف تعمل أنت وغيرك من أجل صناعة مجتمع متوازن شريف تعيش فيه حرا وتستعمل الفينيك في قتل البعوض وتصعد على سطح المجتمع وتصعد على سطح المجمع لتتفرج على منظر القاهرة وتستمتع بحياتك تماما كما كان يفعل جدك العاقل القرد ليس هناك ما هو أثمن من البشر ومن عقولهم إنهم أثمن من البترول والحديد وأثمن من الأرض والقمح إنهم يصنعون البترول والحديد والبترول والحديد لا يستطيع أن يصنعهم روشيتا لعلاج الحروب كان جدنا البدائي ساكن الغاب يحارب كل يوم كان يحارب الثعبان والذئب والأسد ويصارع رياح والسيول والصواعق والزلازل لم يكن يعرف طعم الهدنة أبدا وكان كل سلاحه هو دماغه عقله ومن هذا العقل أخرج الأسلحة التي قتل بها الذئب وأذل الأسد وأسر الثعبان وفي أقل من ألف عام كان يضع أعداءه الأوائل في أقفاص بحدائق الحيوان ويتفرج عليها وهو يقسقز اللب لقد انتصر ولكن الحرب لم تنتهي فما لبث هو نفسه أن تحول إلى وحش وبدأ يحارب نفسه وتحولت الحرب بين الإنسان والحيوان إلى حرب بين الإنسان والإنسان وبدأ العقل يبتكر أدوات انتحار واسعة النطاق تحسد أعمار الألوف في لحظات وتحول العقل إلى ثقب تتساقط منه الطاقة البشرية وتضيع في سراع لا يجدي وأصبحت الوحوش في أقفاصها هي التي تتفرج علينا بدورها وتقسقز اللب لقد انتصرت وإن ظلت سجينة إن الحرب تدور من أجل الأرض والقمح والبترول والحديد من أجل غني يريد أن يضاعف ثروته وقوي يريد أن يضاعف من قوته وتاجر يريد أن يروج تجارته ولكن الأرض واسعة يمكن أن تسعنا جميعا ولو كف العقل لحظة واحدة عن التفرغ للحرب وتفرغ للسلام وعكف على كنوز الطاقة التي تكمن في الطبيعة لا استطاع أن يوفر قصرا لكل فلاح إن قوى الضرات تستطيع أن تحول الصحار إلى حقول والحقول إلى مصانع والمصانع إلى أدوات جميلة في خدمة الإنسان لقد استطاع العلم أن يسقط مطرا صناعيا واستطاع أن يحول المستنقعات إلى مزارع مائية معلقة تنتج ستة أمثال المحصول المعتاد من الأراضي الخصبة واستطاع أن يحول ضوء الشمس إلى تيار كهربائي يدير به المحركات واستطاع أن يخترع زجاجا لا يتحطم وثلجا لا يذوب ومطاطا لا ينصهر وخشبا لا يلين وورقا صلبا كالطوب لبناء البيوت واستخرج داود ويبسون لحما نباتيا من بذور القطن وأمكن أخيرا أن يستخرج العلم النيلون من الفحم والصوف الصناعي من اللبن وأمكن في روسيا صناعة فصائل جديدة من القطن وفصائل جديدة من الأبقار والأغنام وأنواع من المحاصيل والفواكه والبقول بالتلقيح والتهجين والتأثير على الأجنة بالأشعة وهم كان للعلم أن يطيل أعمار الورود والأزهار وأن يصنع أصابيع صناعية وكلية صناعية ويمنح البصر للعميان باستعمال شرائح من عيون ميتة واستطاع أن يهزم الحر والبرد بتكييف الهواء واستطاع أن يستخرج البنسيلين من العفن والتراميسين من الطين إن العلم قوة رهيبة نستطيع أن تغير وجه الأرض ولكنها قوة مضاعة قوة يستخدمها تجار الحروب لأغراضهم إنهم لا ينفقون من ليما على هيئة علمية إلا إذا كانت تبحث في وسيلة جديدة للتدمير والقنبلة الأقوى هي التي يفوز مخترعها بنيشان وعلى أمثال باستير وكوخ أن يكافحوا ويجوعوا إذا أرادوا أن يفكروا أو يخترعوا للسلام إن العلم ليس حرا ورجل العلم ليس حرا لأنه في مجتمع استعماري غير حرا تتصارع طبقاته في سبيل السيادة والكسب والثروة وضرب بورسعيد مثل دقيق لهذا الصراع البشع على مستوى عالمي فوراء إنجلترا وفرنسا وإسرائيل هيئة من المنتفعين بالبترول وبالقنال وبالشوب وراءهم عشرات من الاحتكاريين العالميين يؤثرون على الصحفي والإذاعة والسينما والبرلمان ويشترون كل شيء حتى أصوات الناخبين حتى العلم من أذهان العلماء الشرفاء وفي النهاية يتحول كل شيء إلى دبابة ومدفع وقنبلة وقتل وسفك دم ويضيع الخير الحقيقي لأن القنابل تمزق البشر وتمزق عقولهم وليس أثمن من البشر ومن عقولهم إنهم أثمن من الحديد والبترول وأثمن من الأرض والقمح إنهم يصنعون الحديد والبترول والقمح والقمح لا يستطيع أن يصنعهم والعقل وحده هو الذي يستطيع أن يحول الأرض إلى جنة ولكنه مستعبد عليه أن يتحرر أولا وكيف يتحرر العقل ليس هناك إلا طريق واحد هو أن يتحرر من النظام الصراعي الذي يعيش فيه ويحتم عليه الحرب عليه أن يقضي على الاستعمار أولا ثم يفرغ لتنظيم اقتصادي جديد يسلم فيه مفتاح المصنع ومفتاح الدكان للدولة ويقضي على الحرب الصامتة بين صاحب المصنع والعامل ويحاول المجتمع إلى أسرة والحكومة إلى أب والعالم إلى دول متآخية متعاونة ويحرر المخترع من بيع ذهنه كالسلعة وبهذا يصبح سوق الشرف هو العمل والإنتاج للكسب والاستغلال ويتحول الإنسان مرة أخرى إلى جده البدائي المسالم الذي كان يحارب الطبيعة القاسية يعود الإنسان محاربا مرة أخرى للزلازل والبراكين والصواهق والأمراض ويكف عن محاربة نفسه الله بحث في معنى روح واصل العبادات إن حقيقة الحياة غير معروفة إنها حركة دبت في المادة حركة واعية هادفة حرى ولعلها مادة ولعلها أي شيء ولكنها ليست الجثة على أي حال الشيء منذ عشر سنوات كنا نقف في مشرحة كلية الطب كل خمسة أمام جثة وكنا نظن حينئذ أن حقيقة الإنسان ليست لغزا وأن في إمكان المشرة أن يكشف عنها بضربة واحدة وأن الجسم ما هو إلا حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شيء ولكن سنتين طويلتين مراتا وأنا أبحث وألقب خلف اللحم والعظم وفي الأحشاء والأمعاء والشرايين والغضاري عن هذه الحقيقة دون جدوى فتحت القلب وفتحت رئتين وتتبعت الأعصاب حتى نهايتها وصعدت من الحبل الشوكي إلى المخ وقطعت المخ نصفين ثم قطعت كل نصف إلى نصفين وانتهيت إلى كتلة رخوة هلامية بيضاء قال عنها الأستاذ إنها سرو الإنسان أحقا؟ أهنا يسكن الألم وترقد اللذة وتنام الإرادة في هذه الكتلة المائعة طرية ورفعت رأسي في قلق وتشكك لقد فتحت الحقيبة فوجدت داخلها حقيبة وما زلت بعد سنتين من التعب والكتل حيث كنت فما ما مجهول إن القناع الذي يغلف الإنسان ليس ثيابه وحدها فالجلد ثوب آخر ولحمه وشحمه وعظمه كلها ثياب أما هو نفسه فبعيد فبعيد تحت هذه الأقمشة السميكة من اللحم والدم وقرأت ثلاثة آلاف صفحة من كتب التشريح وكانت الخلاصة في النهاية أن الإنسان مجموعة من الأحشاء في قرطاص من الجل كلام غير صحيح مع احترامي لجهود السير كانجهام وغراي وغاميسون وبقية أعمالقة الطب الذين تخصصوا في وصف الإنسان إنهم لم يصفوا الإنسان على الإطلاق وإنما وصفوا ثيابه إنهم في نظري ترزية من نوع عصري أبدعوا في وصف الموديلات المصارين والأمعاء إن القلوب المحفوظة في برطمنات متحف كلية الطب هي فترين لتفصيلات مختلفة من القلب القلب الديكولتي والقلب الجابونيز أما قلب الإنسان الحقيقي عواطفه ودمه الساخن النابض بالرغبة فلا يوجد إلا في داخلنا نحن الأحياء إن حقيقة الحياة غير معروفة إنها حركة دبت في المادة حركة واعية هادفة حرى ولعلها مادة ولعلها أي شيء ولكنها ليست الجثة على أي حال إن أجهزة الجسد حينما تعمل تشبه الأراغوز فتبدو للناظر من بعيد كعضاء حية تتكلم باختيارها وحريتها وهي في الحقيقة قطع خشبية ميتة تحركها خيوط خفية من وراء خبار في داخلنا أراغوز في داخلنا زامر ينفخ في بوق أجسادنا ويلهو بخيوط أطرافنا فتتحرك وتمشي وتتكلم وكذلك الكون كله الحيوان والنبات والجماد مجموعة أبواق متعددة في داخلها في قلبها زامر ينفخ على الدوام والبراهمة الهنود لا يعتقدون أن لكل مخلوق روح تخصه لا يعتقدون أن لكل حمار روح ولكل كلب روح ولكل نحلة روح وإنما يعتقدون بوجود زامر واحد ينفخ في أبواق الكون وروح واحدة تسكنه ومعنى واحد تحققه المخلوقات كما تحقق الكلمات المتعددة الفكرة الواحدة البسيطة وكما يحقق الرسام والموسيقار والنحات والأديب والشاعر والمغني المعنى الواحد في سيل من المخلوقات الفنية وفي سفريو بانيشاد صلاة هندية قديمة نشرح هذا المعنى في أبيهة رقيقة من الشعر إن الإله براهمة الذي يسكن قلب العالم يتحدث في همس قائلا إذا ظن القاتل أنه قاتل والمقتول أنه قتيل فليس يدريان ما خفي من أساليبي حيث أكون الصدر لمن يموت والسلاح لمن يقتل والجناح لمن يطير وحيث أكون لمن يشك في وجوده كل شيء حتى الشك نفسه وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء إنه إله يشبه النور الأبيض واحد وبسيط ولكنه يحتوي في داخله على ألوان الطيف السبعة إنه الجنين الذي يحتوي على بذور الصفات كلها لقد ربط الهنود جثث مشرحة القصر العيني بجثث الكلاب بجثث سمك البحر بجثث النمل ثم مزج الكل بتراب الجبل وبكل العناصر وسلك الجميع في خيط واحد سموه براهما أو روح الكل وما على براهما إلا أن ينفخ في البوك ويحرك الخيوط التي تلتقي في يديه فتتحرك الأراجوزات جميعا على المسرح وليس لبراهما عرش وليس له ميزان وهو لا يحاسب ولا يعاقب وهو ليس بشخص على الإطلاق وإنما هو حقيقة حقيقة الوجود فحسب كانت هذه الفلسفة الإبراهمية في ذهني وأنا أقرأ تاريخ الفلسفة من سقراط إلى ماركس وقد وجدت أن براهما الهندي لم يمت بموت الفلسفة الهندية وإنما ظل كالمسيح يموت ويبعث لا يتغير فيه إلا الإس في فلسفة شوبينهاور كان اسمه الإرادة وفي فلسفة نيتشا كان اسمه المطلق وفي فلسفة ماركس كان اسمه المادة وفي فلسفة بريكسون كان اسمه الطاقة الحية وفي الأديان السماوية كان اسمه الله وكثرت أمام الأسماء وكثرت الأصابع التي تشير واتفقت كلها رغم اختلاف ألوانها على أن هناك شيئا داخل الخباء يحرك خيوط الأراجوز وينفخ في بوقه والأسماء لا تهم وإنما الذي يهم هو الشيء نفسه محل التسمية لقد كان بوذ عملاقا حينما قال أن الأديان كالأنهار كلها تصب في البحر وحينما قال لمواطنيه إني أقدم لكم لا هوتا بغير إله وعلم نفس بغير نفس ودنيا بلا آخرة وأن إلهي ليس شخصا وليس ملكا وليس خالقا للأشياء وإنما هو الأشياء ذاتها وحينما قال مجيبا على الفقير الذي سأله ما هي روح هذه غاية التأمل النظري يا ولدي هذه صحراء وأنا لست بهلوانا لقد اكتفى بأن أشار بإصبعه إلى قلب الدنيا وقال الشيء ثم مات وترك الناس يبحثون عن ذلك الشيء ويصنعون القنابل الذرية ويتبادلون التهديدات ويقصفون المدافع لأنهم يختلفون على معناه إن الله عند جدي يتمثل في شخص طيب رحيم غفور تواب يداوي روماتيزم ويقوي المفاصل وهو عند أمي مأذون يجمع رؤوس بناتها على رؤوس عرسان أغنياء في الحلال وهو عند الأطفال يشبه عروسة المولد وهو عند أنشتاين معادلة رياضة وقانون تخضع له الأشياء بالضرورة وهو عند عاشق مثل حب وهو عند مشايخ الصوفية وزير أوقاف يوزع الكساوي والإعانات والمعاشات وهو عند الملحد موضوع دراسة وعند المؤمن موضوع عبادة وهو دائما شيء حتى عند الذي ينكره إن معظم التعصب بين الأديان وبين الفلسفات يعود في النهاية إلى خلافات اسمية إن الوجود الذي نعيش فيه ليس وجودا مفككا ولكنه وجود منسق منظم تربطه القوانين والاختلافات الظاهرية في الأشياء خلفها وحدة حقيقية وفلسفة براهما الهندية ليست كلها خرافة هناك وحدة في الوجود خلف النبات والحيوان والإنسان خلية واحدة بسيطة تلتقي فيها حقيقة الثلاثة ومن خلال هذه الوحدة الحية يبدو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى معنى ذلك الشيء الساكن في قلب الحياة والذي يبعث فيها النب ذلك الشيء الذي يبدو كأنه الغاية وكأنه السبب وكأنه الحقيقة في نفس الوقت يقول داروين إن الحياة صراح وإن البقاء للأصلح وليس البقاء لمن يسبح بحمد يهود الله هل رأيت الخوف والذهول في عين الكلب؟ وهو يتأمل ورقة طائرة في الهوى إنه لا يرى الهوى وأراهن أنه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى مخلوق حي ويظن أن بها روحا تحركها إنه متدين وفي الماضي كان الإنسان أحمق مثل هذا الكلب كان يتلفت حوله في ذعر ودهشة ويتخيل الأرواح تسكن كل شيء تسكن الصخ والبحر والحقل والجبل وكان يعبد أعضاء التناسل لأنه يرى فيها قدرة على بعث الأرواح في أولاده وفي مدينة هيرابوليس القديمة كانت تقوم مسلات هائلة في شكل أعضاء التناسل أمام معابد أفروديت وفي كثير من نواحي آسيا الصغرى كان واجبا دينيا محترما على كل سيدة أن تقف بأبواب المعبد وتهب نفسها لكل غريب يطلبها ثم تضع على مذبح رب ما كسبته من بغائها المقدس وكانت أول صورة من صور الأديان هي السحر كان الكاهن يتوسل بالسحر إلى السماء حتى تنطر وإلى الأرض حتى تجود بالقمح وإلى ريح حتى تهب فإذا فشل في توسلاته ضربت امثال الآلهة بالصوت ثم ألقى به في البحر ثم بدأ يعتقد أن الأرواح الطيبة تختار حيوانات لتحل فيها ومن هنا نشأت عبادة الثور المقدس والبقرة وعجل إيبيس ثم تقدم الدين خطوة أخرى إلى الأمام فاتجه إلى عبادة الأسلاف واتخذت الآلهة أشكال البشر كانت آلهة الأحباش سمر الوجوه مفرطحة الأنوف وأهلهة تراقيا ذات شعر ذهبي وعيون زرقى وكانت الآلهة هي أرواح الموت فإذا أراد الملك أن يبلغ تحية أو رسالة إلى جده الميت دعا إليه عبدا ثم أبلغه رسالة شفويا وقطع رأسه فإذا أراد أن يضيف سطرا إلى رسالته ذبح عبدا آخر وشفعه بالأول كملحق وهكذا كانت الصلوات الأولى مرهقة باهضة دموية ولكن الدين القديم على ما فيه من وحشية وهمجية أضاف إلى الحضارة تراثا رائعا من الفن والفكر أضاف الشعر والموسيقى والنحط وتطور الشعر على يد الأدباء الكبار إلى ملاحمة ومسرحيات وفن رفيع وما لبث أن انقلب الفن على الدين وبدأ يناقشه وظهر فلاسفة كسقراط وأفلاطون وأرستو كانت لهم الجرأة على إنكار الأهلها والتحم الدين مع العقل في معركة قصيرة انتهت بهزيمته وبانهيار معبد الأولامب عند أقدام المنطق وطوت الأديان صفحتها الأولى ولكن التاريخ كان يحتضن تحت جناحه فرخا صغيرا لديانة جديدة كان الإسكندر المقدوني يسحق الشرق بقدميه ويطوح بملوكه ويحرق مدنه ويحاوله إلى ميدان يعج بالأسر والعبيد وظهرت ديانة تكفر بالدنيا وتبشر بالآخرة وتقول أن هناك جنة بعد الموت وإنها للتعساء والعبيد وحدهم وعاد الإسكندر إلى بلاده يحمل التراب هذه الديانة على ملابسه وظهرت اليهودية لتقدم للعالم فلسفة جديدة وإلها واحدة وعدالة اجتماعية واليهودية كسائر الأديان الشرقية تقوم على فكرة الخطيئة وأن أهدم أطاع الشيطان وعصى ربه وأكل من الشجرة المحرمة فحكم عليه بالذل وترد من الجنة ليكفر عن ذنوبه بحياة تعيسة على الأرض هو وذريته إلى يوم القيامة وبعد القيامة نفتح الآخرة أبوابها ليعيش فيها البشر خالدين منعامين أو معذبين حسب أعمالهم وفكرة الخطيئة قديمة وهي موجودة بنصها في الديانات الهندية حيث تحكي كتب الفيدا أن الإله شيفا إله الشرق أنزل شجرة تين من السماء وطلب من المرأة أن تغوي بها الرجل لتكسب الخلود فخضعت للإغراء وأكل رجل الشجرة وحكم عليه بالبؤس والشقاء مدى الحياة وهذا التشابه بين الديانة والخرفة يتكرر في أكثر من مكان واليهودية هي أول ديانة دعت إلى التوحيد ويرجع هذا إلى نمو الحياة الاقتصادية وارتباط البلاد بالتجارة وتحالف القبائل واندماج الآله المتعددة في إله واحد وفي هذا يقول أشعيا هو ذا الرب من كان بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكان بالكيل تبرى الأرض ووزن الجبال بالميزان وفي هيات أخرى تدعو إلى تحقيق العدالة وتضع القواعد الأولى للوصايا العش أسمع يهوذى يقول من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة لا تسكنها وغرستم كروما شهية لا تشربوا خمرها حين تبسطون أيديكم أستروا عيني عنكم أيديكم ملآنة دمان كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير أطلبوا الحق أنصفوا المظلوم أقضوا لليتيم حاموا على الأرملة وأعقب اليهودية ديانة المسيح وقد ظهرت المسيحية في تفاعل تيارين كبيرين الأول هو امتزاج أفكار الإغريق بالفلسفة الهندية والديانة اليهودية والثاني هو الاستغلال الصناعي والتجاري في بيت المقدس والإسكندرية وانتاكيا وأثينا وروما وظهور طبقة عاملة لا حيلة لها ولا أمل ومن هذه المحنة ظهرت أمثال هذه الآيات لا تفكر في عيشتك ماذا تأكل أو ماذا تشرب أهون على الجمل أن يدخل ثقب إبرى من أن يدخل الغني جنة الله إذا صفعك أحد على خدك الأيمن أعطيه خدك الأيسر وهي آيات تبارك الضل والخضوع والفقر وتلعل الغنى والقوة وتتخذ مكانها في صف العبيد المهزومي وجاءت المسيحية بفلسفة جديدة هي فلسفة الإله المتجسد والمسيح ابن الرب الذي يولد من عذراء دون أن يقربها رجل وهذه القصة لها نظائر تشبهها في الديانات القديمة في الهند قصة الإله كراشنا وفي مصر قصة الإله حورس وفي المكسيك قصة كيتسالي كوتيل وفي الإغريق قصة بروميثيوس وفي الصين كانوا يحتفظون بسجل يكتب فيه جميع الآلهة المتجسدة ويحفظوا في إدارة الأقاليم في بيكين وبلغ عدد الآلهة الذي منحوا حق الحياة على الأرض 160 إلها وهكذا تتشابه الأديان وترتبط بعضها بالآخر حتى في أعيادها فعيد الفصح هو عيد عشتار عند البابليين وعيد الميلاد عند المسيحيين هو عيد فرعوني خاص بمولد الشمس وتحركها شمالا عند الانقلاب الشتوي والتعميد عند المسيحية هو التكريس القديم في الأديان البدائية حينما كان الصبي يغمس غمسا تاما في الماء تكريسا لحياة الشباب وقد تطورت المسيحية بدورها وقامت على أساسها كنيسة قوية تمول من أسفل كما يقول فولتير وتحكم من أعلى وهذه الكنيسة هي التي بلغت يوما ما من القوة بحيث كانت تملك معظم أراضي أوروبا هي نفسها التي وقفت في طريق المعرفة والعلم فنفت العالم الفلاكي كوبرنيك وعذبت غاليلو وحرقت برونو حيا مجدودا إلى سارية في الميدان العام ولكن سرعان ما تحللت ودب فيها الفساد وبلغ من انقسام البروتستانتية أن بلغ عدد مذاهبها أكثر من ثمانية عشر مذهبا تحارب بعضها بعضا أمثال التنصيريين والاتحاديين والإنجليين والمنهجيين والمشيخيين والبدائيين والمجمعيين والمقدسين واللوتريين وأخوان بليموث وإخوان النهر وغيرهم وفي الإحصايات الأخيرة تتكلم الأرقام بأفصح مما يتكلم التاريخ فبين سكان بريس الذين يبلغون أكثر من 2 مليون كاثوليكي 100 ألف فقط يؤدون صلاة الفصح وبين 43 مليون كاثوليكي في فرنسا لا يتقدم للاعتراض إلا 2 مليون فقط وفي استفتاء قامت به جريدة دايلي نيوز في لندن اتضح أن 13% من القراء ملحدون وأن 15% ينكرون أولوهية المسيح وأن 60% ينكرون الصحة التاريخية لسفر التكوين ومن بين 10 ألاف قارئ لم يؤكد صحة الأسفار الخمسة إلا 88 فقط إن الهديان تمر بمرحلة انهيارة تشبه المرحلة التي مرت بها ديانة الإغريق وهناك صفحة ثانية في طريقها لأنططوة والسبب هو نفس السبب في الحالين هو العلم والتطور والوعي وظهور المعارف الجديدة وهناك إسمان كبيران حملاء لواء هذا التطور هما كوبرنيك وداروين إن الأرض التي كانت في التوراة مركز الكون تدور حولها الشمس والنجوم ويرعاها رب بعينيه التي لا تنام وآدم الذي كان أبو البشر قد تغير كلاهما في يد كوبرنيك وداروين أثبت الأول أن الأرض ذرة تراب بين ملايين الأراضي وبعثرة في الكون وأنها تدور كالخادم في فلك الشمس وليست مركزاً للكون على الإطلاق وأثبت الثاني أن الإنسان حلقة في سلسلة مخلوقات يتطور واحد منها إلى الآخر من الأميبة إلى الذباب إلى الكلب إلى الحمار إلى القرد الإنسان إلى شيكسبير حيث تتشابه الصفات التشريحية في الجميع وأثبت بالطريقة نفسها أن الحياة الصراع وأن البقاء للأصلح وليس البقاء لمن يدخل الكنيسة وأن السماء قد تركت الأرض بمن فيها ينطح كل منهم صاحبه بقرنيه وزاد في تحلل الإنسان من المقدسات القديمة ظهور الآلة والقوة الهائلة التي وجدها الإنسان في يديه وساقيه وعقله فبدلاً من الكاهن الذي كان يدخل الغابة ليمجد جمال الله ويصلي أصبح رجل العصري يدخل الغابة ليقطع الأشجار ويصنع ورق الصحف وينشئ مدينة ويمد خطاً حديدياً ويضع في المياه كبريتات النحاس ليقتل القواقع ويضع في الأرض نترات السودة ليخصب الزهرة ويستخرج القوى الكهربائية من مصاقط الماء وينقب عن الحديد والفحم والغاز والذهب في باطن الأرض وطالب الكيميائي أصبح يلهو بالعالم الذي ينحل ويرتكب تحت بصره كل يوم دون أن يذكر اسم الله وطالب الفلسفة فتح عينيه على قصة الأديان لأول مرة وقد وضعت أمامه في حلقات متتابعة امتزجت فيها الخرافة بالحقيقة والمدارس التي كانت تنفق عليها الكنيسة لتعلم الله توشع تحولت إلى معاهد للجبر ورياضيات تنفق عليها منحة روكفيلر والقوانين التي كانت تصدر عن البابا أصبحت تصدر عن أعضاء الشيوخ والنواب ومجالس العباد إن كل ما تبقى من الأديان هي الأيام المقدسة التي تحولت الآن إلى إجازات وأيام راحة إن سقراط الذي حطم ديانة الإغريف لم يعدم له إخوة في عالمنا الحديث والأمل الوحيد الباقي للدين هو أن يقيم معبده في عالم الحقيقة الذي أنشأه كوبرنيك وداروين وفولتير وسبينسر وكانت وشو ويحترم الصدق العلمي البسيط ولا يحتمي بالعالم اللامعقول فرب الذي لا يحترم عقلا صنعه بيديه يعطينا العذر في أن لا نعبده إن الله فكرة إنه فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة الأديان الله في العقل الحديث معناه طاقة الخام التي في داخلنا الله هو الحركة التي كشفها العلم في الدرع وفي البروتوبلاز وفي الأفلاك هو الحيوية الخالقة في كل شيء أو بعبارة القديس توماس الفعل الخالص الذي ظل يتحول في الميكروب حتى أصبح إنسانا وما زال يتحول وسيظل يتحول إلى ما لا نهاية والعلم بهذا المعنى الجديد عبادة والفن عبادة والفلسفة عبادة لأنها إدراك لهذا الإله بوسائل مختلفة وإحساس به من زوايا مختلفة والمعبد بهذا المعنى الجديد برلمان الحر ومدرسة عسرية تضم كل الآراء وتحترم كل الآراء وينضوي إليها جميع المختلفين تحت قانون واحد هو حب الحقيقة وشريعة هذا الدين بسيطة جميلة إنها الولاء للحياة هل هناك مسلم أو مسيحي أو يهودي يخالفني في هذه الحقائق الأولية؟ لا أظن إن العقل البشرية يعذبه الخوف إنه لا يستطيع أن يتصور العدم ولا يملك نفسه من الفزع كلما فكر في الموت في هذه الهوة من التلاشي وهو لا يطمئن حتى يغطي هذه الهوة بأوراق الشجر ويملأها بالتصورات الجميلة وبالحور العين لغز ما بعد الموت كل شيء حولنا يتغير كل شيء يفنى الشمس تأفل والورد يذبل والشباب يموت والصخور تتآكل والدول تدول كل شيء حتى ما هو ثابت كالجمال والحق والخير وسائر المثاليات تتغير هي الأخرى وتتبدل في معانيها مع تبدل المجتمعات والأزمان وتتبدل معها القوانين والشرائع والنظم كل شيء في حركة دائمة لا شيء يبقى على الأرض إلا عدم البقى من أين جاءت إذن فكرة الخلود؟ من أين جاءت للإنسان فكرة أن له روحا تهزم الفناء وتهزم التغير روحا تخرج من جسده مع الموت وتذهب إلى عالم آخر لا موت فيه ليس صحيحا أن مصدر هذه الفكرة هي الأديان السماوية الثلاثة فالفكرة قديمة قبل اليهودية بآلاف السنين الفكرة صعدت من الأرض ولم تنزل من السماء صعدت من احتياجات الإنسان ورغباته وضرورياته كان الهمجي يحلم وهو نائم أنه عبر البحر وذهب يصطاد ويصرع الوحش ويتسلق الشجر ويتعرض للأهوال وهو ما زال في مكانه راقدا لم يتحرر وكان من الطبيعي أن يعتقد بعقله البدائي أنه لا بد أن يتألف من شيئين جسم صل وروح طائرة نسبح عند النوم في عوالم أخرى وبدأ يفسر النوم بأنه خروج روحي لفترة مؤقتة والموت بأنه خروج لروحي إلى الأبد وفي قبائل السيليبيز كانوا يعلقون سنارة في أنف المريض ليصطاد بها روحه إذا حاولت الخروج وكان العطس أشد ما يخشونه فقد تندفع الروح خارجة من أنف المريض ولا تعود ولعل هذا هو السبب في أننا الآن نبادر إلى الذي يعتص فنقول له استغفر الله ويرحمك الله لعل هذه بقية من الخوف القديم تسربت إلينا في شكل مذهب واعتقد الهنود أن روح تتناسخ وأنها تهجر الإنسان لتحل في كلب ثم في دودة ثم في قديس ثم في شجرة وتظل تزاول نوعا من الخلود الأرضي بهذه الطريقة وقد انتشرت فكرة التناسخ غربا حتى بلغت إيطاليا حيث نجد فيتاغورس يقول لا تضرب هذا الكلب لأني تعرفت فيه على صوت صديقي الذي توفى وفي ألمانيا امتزج التناسخ بفلسفة نيتشا فنادى في كتبه بمبدأ العودة الأبدية وارتداد الوجود في دوائر متشابهة لم تكن فكرة روحي إذن من ابتكار الأديان السماوية وإنما هي فكرة قديمة نشأت مع نشأة الإنسان ثم تغذت على عوامل كثيرة مدت في جذورها ومنحتها القوة والبقاء حتى وصلت إلى حالتها الراهنة التي تشبه اليقين وأول هذه العوامل الأمل إن الحياة قصيرة وفرصها محدودة وامكانياتها قليلة ورغبة الإنسان في نفس الوقت لا حد لها فكان من الطبيعي أن يفكر الإنسان في وصلة ثانية لحياته الدنيا ويتخيل حلقة أخرى ممتدة عبر عالم آخر لا نهاية لخيراته والعقل البشري يعذبه الخوف كما يعذبه الأمل إنه لا يستطيع أن يتصور العدم ولا يملك نفسه من الفزع كلما فكر في الموت على أنه هوة بلا قرار هوة من الإنعدام والتلاشي وهو لا يطمئن حتى يغطئ هذه الهوة بأوراق الشجر ويملأها بالتصورات الجميلة وبالحور العين الأمل الخوف لا ليس هذا فقط إن الحياة على الأرض يكتنفها الفساد والظلم إن الخير فيها يضيع والشر ينتصر والطغيان يحكم والملايين ترسف في أغلال العبودية لا يمكن أن يكون الموت هو نهاية القصة إن العقل يفترض عالما آخر يجد فيه الظالم قصاصه ويجد المظلوم جزاءه عالما يقام فيه الميزان وتعاد فيه كفة الخير إلى رجاحتها والطاغية الذكي لا يعترض على قيام هذه العقائد التي وضعته سلفا في جهنم بل هو يشجعها وينفق على معابدها وكهنتها لأنها توطد ملكه وتغيانه وتسلم له مجد الأرض راضية بعد أن اختارت لها مجدا آخر بعد الموت لقد رضي العبيد بقبضة من دخان وثروة من الأحلام وترك للسيد أراضيه وهو لا يحلم بأكثر من هذا فلتقام المعابد باسمه وبأمواله وبإشرافه وليحرق البخور باسم الإله العادل القائم على الميزان بعد الموت والطاغية الذكي في حاجة إلى سند من الغيب وحجة من عالم الروح يرسل بها ملايين من عبيده إلى الحرب والموت وهو لهذا يشتري الكاهن ليخلع عليه لقب ابن الإله وابن الشمس ثم يرسل شعبه بأمر إلهي إلى ميدان القتال لقد أثبتت الآخرة أنها عالم مفيد حقا للملوك والسادة وهي لهذا يجب أن تنمو وتتوطب والآخرة لا ترعى مصلحة الملوك والكهنة وحدهم بل هي سلطة خلقية يستمد منها الشعب خيره وشره إن الفلاح لا يقتل ولا يسرق خوفا من الشرطي ولكن خوفا من جهنم إن ميزان الحساب يطارده كالشبح وهو في حاجة إلى هذه السلطة الروحية لأنه همجي لا يقتنع بالعقل وحده وفي هذا يقول فولتير إذا لم يكن الله موجودا فينبغي أن نوجده ويقول نابوليون لو لم يكن البابا موجودا لكنت اختراته ويقول بلوتير إن نشوء مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بدون غلة تعتقد فيها لقد أدرك الثلاثة نشأة الروحية من الضرورة المادية وأن العالم الآخر أرض ناشئ من الأرض ومن الحاجات الأرضية لا دخل للسماء فيه وبقي عامل أخير نفق فيه الروحية وعطاها ذلك العمر الطويل وهو غرام الإنسان بالشعر والفن والدراما والموسيقى والقصص وولوعه بعالم المقدسات والأسرار والغوامد وقد رفعت الروحية فهم الحياة إلى مستوى الأسرار المغلقة وكانت لغات الأديان حافلة بالتأنق الشعر والقصص الطريف والبيان والبلاغة والجمال اللفظي الأمل الخوف الظلم الضرورة السياسية الضرورة الخلوقية سيطرة الفن والجمال الشعري والغموض على أعصاب الإنسان كل هذه العوامل قامت عليها فكرة روح وإذا كان لهذا التسلسل نتيجة بسيطة مباشرة فهي أن هذه الفكرة ليست من قبل اليقينيات الثابتة التي لا تقبل الجدل وإنما هي نتيجة عملية لظروف وإنها سوف تتغير وتسقط بتغير الظروف وسقوطها إن الفهم العصري للنفس البشرية يدل على أنها موقوطة خاضعة للزمان والتغير والموت خضوع البدن وأن العقل ليس شيئا سابحا في الهواء وإنما هو مرتبط بالمخ كارتباط النور بالسلك المكهرب الذي ينبعث منه ليست هناك نفس مفاصلة عن الجسم وإنما النفس ظاهرة من ظواهر الجسم غنها كالحرارة المنبعثة من الفرن إذا انطفأ الفرن وتحول إلى رماد انطفأت وضاعت إن العقل والجسم ينموان معا ويفسدان معا وحقنة من خلاصة الغدة الدرقية تستطيع أن تحدث آثارا عقلية في طفل مصاب بالبلاهة نتيجة لنقص في هذه الغدة والكلوروفورم يستطيع أن يمحو التفكير عن طريق تأثيره في المخ ويستطيع أن يحول المريض إلى حيوان غير واع يرفس برجليه على مائدة العمليات والشخصية تنحل وتنفك بالشيخوخة نتيجة لتفكك أليا في الترابط الموجود بالمخ وحين تفسد العصاب وتفنى بعد الموت فسوف تفنى الذات الخالصة لصاحبها كنتيجة طبيعية منطقية إن الشخصية ليست سوى انفصال محدد لصفات معينة بتأثير تجارب حية وأفعال منعكسة عصبية بعضها موروث في شكل غرائز وبعضها مكتسب عن طريق الممارسة الحسية وهذه الممارسة تسجل في المخ وتنطبع على الذاكرة فإذا انتهى المخ وتعفنت الذاكرة فلا محل الافتراض بقاء آخر روحني لهذا الترابط المادي وهناك مسألة أخرى إن الشخصية ليست واحدة وإنما هي سبل من الشخصيات المختلفة لا تنقطع عن الجريان وشخصية في سن العاشرة غيرها في سن العشرين غيرها في سن الثلاثين وفي كل لحظة هناك شيء يضاف إلى نفسي وشيء ينقص منها فاية واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل إلى الجحيم وهناك انقسامات مرضية تحدث أحيانا في الشخصية فتؤدي إلى الشخصية المزدوجة وحينئذ تبدأ مشكلة أخرى هي أيهما يذهب إلى العالم الآخر الدكتور جايكل أو مستر هايد وإذا فكرنا في الروح على أساس التطور فإننا سوف نسأل في أي حلقة من التطور دخلت طبيعة الخلود إن الميكروب مربوط بالدودة مربوط بالسمكة مربوط بالبقرة مربوط بالقرد مربوط بالآدمي في سلسلة واحدة لا تختلف إلا في المرتبة الحيوانية فقط وإذا كان للإنسان روح فمن الطبيعي أن يكون للقرد روح وللكلب روح وإنها لنهاية طبيعية إذن أن يبعث الإنسان حيا بعد الموت هو والدودة التي في بطنه والقملة التي في رأسه فهكذا تعني روحية الأديان لقد سمعنا عن وسطاء دجالين يدعون القدرة على استحضار أرواح الموتى ويدعون أن معهم سندا من العلم ولكن المراجعة البسيطة تفند هذه العملية التي يدعونها فما معنى إسرارهم الدائم على استحضار الأرواح في الظلام وما المانع في أن تظهر الأرواح في ضوء النهار لتتكلم وتحرك الكراسي والموائد وتقوم بألاعيبها البهلوانية إن المانع الطبيعي هو أن الظلام ضروري للإحتيال وخفة اليد ولهذا كان ضروريا للأرواح وفي قضية السيدة كراندون الوسيطة العالمية قرر هوديني وماكدورال بأن الظواهر الروحية التي قدمتها السيدة هي محظو دجال ومنح هوديني عشرة آلاف دولار مكافأة لكل من يثبت ظاهر روحية واحدة تحت شروط علمية وقام ويليام جيمس وسير أوليفر لوج ومدام ساتجويك باختبار وسيطة عالمية أخرى هي مدام بير وقرروا كذبها وقام بريكسون وكوري ومدام كوري باختبار مدام بلادينو التي كانت تدعي تحريك الكراسي بدون لمسها واختبرت نفس السيدة بعد ذلك في هارفر وثبت أنها كانت تحرك الكراسي في الظلام حقيقة ولكن بحركات سريعة من يدها إن دعوى الخلود الشخصي لا يسندها العلم ولم تعد تسندها الضرورات الاجتماعية القديمة إن الإنسان متجه بسرعة إلى تحقيق العدالة فعلا على الأرض وفي القريب العاجل سوف يستغنى عن إقامة ميزان آخر بعد الموت لقد تطورت العبودية إلى إقطاعية ثم رأسمالية ثم اشتراكية مؤكدة إرادة البشر في تحقيق عدالتهم بدون حاجة إلى تدخل الآلهة وقد هزم الإنسان الخوف وأصبح يبني آماله على المعقولات لا على الخيالات وبدأ يستمد أخلاقه من وعيه الاجتماعي لا من خوفه من جهنم لقد فشلت الروحية في إقامة صرح الأخلاق وهذه هي الحروب الصاليبية وحروب البروتستانت والكاثوليك وعدوان إسرائيل قد قامت ومعها آلاف البشاعات والفضاعات باسم الدين قامت لتدل على أن الأخلاق مسألة عقل ووعي وليست مسألة ديانة وإيمان روحني لم يعود نابوليون في حاجة إلى اختراع البابا ليبعث الاطمئنان في النفوس وليبعث الطاعة والنظام بين جنوده إن الطاعة الآن تتم على أساس الاقتناع والعقل وأنا لا أقول أن معرفة تمتد إلى ما بعد الموت ولا أستطيع الجزم بحقيقة معنية بعد الموت ولكني أقول إن الدواعي الاجتماعية التي استلزمت افتراض بقائنا بعد الموت قد انتهت لم يعود هناك داعي للاستمرار في عقيدة فقدت ساقيها لقد بلغنا من الشجاعة أننا نستطيع مواجهة هذه الحقيقة البسيطة الجديدة أننا نموت فعلا ولا يبقى أثر لأشخاصنا ما الذي يبقى إذن؟ وما السر الحقيقي في أحساس الخلود في داخلنا إن كل واحد منا كالخلية في جسد المجتمع مثل كرات الدم البيضاء في الجسم تخرج لتمود في معركة مع الملاريا ليعيش الجسم ويتغلب على المرض إننا في اندفاعنا في عمرنا القصير لنحقق إرادة مجتمعنا نحس فينا بإرادة الكل نحس بأننا نساهم في صحة المجتمع وبقائه ومن هنا كان إحساسنا بالخلود لأن الكل خالد فعلا وباق فعلا والذي يموت هو نحن الأجزاء الصغيرة كرات الدم التي يدافع بها الجسم المجتمع عن نفسه إن الوجود تنبض من داخله طاقة أولية لها صفة الخلود حركة دوامة تظهر لنا بأشكال لا نهاية لها الماء والتراب والنار والهواء كلها أشكال مختلفة لهذه الحركة الأولية إن دوران العجلة في المعمل يستطيع أن يولد حرارة وكهرباء وضوء ومغناطيسية وعددا لا حصر له من الظواهر المؤقتة والإنسان أيضا ظاهرة مؤقتة وهو يموت كغيره من الظواهر والذي يبقى على الدوام هو هذه الطاقة الأولية ذلك النشاط الدائم ذلك النشاط الدائم والفعل الخالص الذي قلت في مقال سابق أنه الله نعم الذي يبقى هو الله هو الكل أما الجزء فيفنى إلى غير رجعة الإنسان يموت والقرد يموت والعصفور يموت وتبقى الحركة الخالقة التي تسرى في الجميع تبقى لتخلق من جديد صورا جديدة مبتكرة ثم تفنيها لتخلق غيرها منذ ثلاثة آلاف سنة والإنسان يحلم بالطيران في الجو وفي الخرافة الإغريقية تارى إيكاروس في الهواء ولكن أجنيحته التي كانت لاسقة بالشمك ذابت تحت أشعة الشمس فوقع في البحر ومات ولم يمنع هذا ليوناردو دافنشي من أن يحلم هو الآخر بالطيران ويكتب في مذكراته هذه الكلمة الغريبة سوف تكون أجنحة ولكن ليوناردو دافنشي مات ومات من بعده الملايين وظل كل واحد يحلم ويموت وأخيرا طار الإنسان لقد نجحت الحياة أخيرا أخفق الفرد ونجح الكل مات الفرد وعشت الإرادة الكلية وهذا هو الخلود الحقيقي إن كمية خلود الفرد هي مدى ما يضيفه للكل للمجتمع للإنسان لأن الإنسان باق أما الفرد فميت ومن خلال إرادة الإنسان وإرادة الحياة العامة يحس الفرد بخلوده الحقيقي إن هذه العقيدة لتبدو أجمل بكثير من عقيدة الخلود الشخصي وسوف تحل محلها مع الزمن ومع تطور الإنسان إلى مرحلة النطج والاكتمال وحينئذ سوف ينظر الإنسان خلفه ويضحك من الآشدقه نعم ما أجمل الحياة خصبة تتجدد بابتكار دائم وما أذيق الحياة التي تكرر نفسها في نسختين من عالمين اثنين لسبب بسيط هو أن الإنسان مغرور لا يقبل أبدا أن يموت كما تموت العصافير إننا نضع نوافذنا في الجهات الشرقية لتدخل منها الشمس ولكن الشمس لا تبزغ من الشرق لتكون في مواجهة نوافذنا السبب كل شيء في الدنيا له سبب الباب يصفق لأن ريح تهب وريح تهب لأن هناك تخلخلا في طبقات الجو وهناك تخلخل في طبقات الجو لاختلاف درجات الحرارة في الهواء كل شيء سبب لما بعده ونتيجة لما قبله وينتج عن هذا سؤال طبيعي كيف يكون الله في قلب الكون وكيف يقال أنه حركة الكون وقانونه أمن المعقول أن تكون هناك حركة بلا محرك ونظام بلا منظم وحدث كوني عظيم اسمه الوجود بدون موجد كيف يكون الله هو الكل والكل بلا سبب السماء والبحر والأرض والنجوم والفلك العظيم الذي يدور في دقة الساعة ألا يحتاج كل هذا إلى صانع ومهندس؟ والسؤال في ذاته وجه ولكنه يحتوي على مغالطة وخطأ منطقي فقانون السببية الذي يكون بترابط الحوادث في سلسلة من الأسباب والنتائج هو مجرد ملاحظة علمية مأخوذة من وقائع الجزئية وهو ينطبق على حوادث مفككة في نطاق حواسنة ولكنه لا ينطبق على حدث لأن الكل غاية وسبب في ذاته ولا يحتاج إلى سبب من الخارج التفاصيل الدقيقة في حياتي لها سبب ولكن الوجود في مجموعة مكتمل مستغن عن الأسباب أنا أطعاط الأقراص المنومة لأنني لا أنام وأنا لا أنام لأني أحب وأنا أحب لأن هناك غريزة جنسية تعمل في داخلي والغريزة تعمل في داخلي لتدفعني إلى التناسل والتناسل هو الوسيلة للبقاء والبقاء والوجود غايات نهائية تفسر كل شيء الوجود هو التحقق وهو يبتلع في داخلي الأجزاء وأسبابها ويفسرها جميعا والذي يسأل عن سبب له كمن يسأل لماذا تبدو الأشياء المتساوية متساوية إننا نضع نوافذنا في الجهة الشرقية لتدخل منها الشمس ولكن الشمس لا تبزغ من الشرق لتكون في مواجهة نوافذنا إن قانون السببية يفسر حياتنا الحسية المحدودة فقط ولكنه لا ينطبق على الكون ككل والخطأ المنطقي الثاني أن كلمة من الذي خلق الكون معنى أن الكون كان معدوما في البداية ثم خلق وكيف يكون لمعدوم كيان إن العدم معدوم في الزمان والمكان وساقط في حساب الكلام ولا يصح القول بأنه كان وانعدام الكون دعوة في حاجة إلى برهان بعكس وجوده فهو بديه إن الذي يلقي السؤال يلقي في داخله حقيقة غير منطقية ودعوة تحتاج إلى دليل وبعكس المنطق البسيط الذي يقول أن الوجود موجود والعدم معدوم فالوجود إذن ممتد إلى الأبد والأزل ولم يكن منعدما في أي وقت حتى نسأل من الذي خلقه وتبقى بعد هذا الدعوة التي تقول أن العقل البشرية محدود وأنه كأي حاسة من الحواس يقف عند نطاق معين من المدركات لا يتعداه كالعين التي لا تدرك الأشعة تحت الحمراء ولا فوق البنفسجية ومن هنا كان البحث في الله عن طريق عقلنا المحدود نوع من الشطط ومحاولة لإدراك الكامل عن طريق الناقص وأنا أعتقد أن هذه حجة على أصحاب الدعوة أنفسهم وتطبيقها معناه أن حججهم لا يؤخذ بها لأنها من نتاج العقل والعقل تافه ناقص عاجز إلى آخر هذا الفهم الذليل المخجل إنه أسلوب يحط من كل جهد إنساني بما في ذلك جهدهم وتفكيرهم وهم بعد هذا واقعون في خطأ جوهري فالعقل ليس محدودا ومنذ ألف سنة كانت الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء خافية على العقل ولكنها الآن بفضل الترمومتر والفيلم الحساس في نطاق إدراكه وبعد ألف عام سيكتشف العقل مئات الحقائق الأخرى إن العقل محدود في الزمن الجامد الواقف ولكن الزمن يتحرك والعقل يحقق تطوره في الزمن فتتساقط المجهولات الواحدة بعد الآخر إن الحاجز الذي يحد العقل حاجز متحرك يتقهقر باستمرار وهم يتصورون لحظة زمنية واحدة ويستخرجون منها حكما عاما خاطئا عن عجز العقل إنهم مطالبون بنظرة شاملة إلى التاريخ وسيدركون أن العقل يتقدم بل يقفز ويطير في الزمن لقد أعطانا العقل ميكروسكوبا وتليسكوبا وأشعة إكس ومقاييس إلكترونية وكل هذه الوسائل هتكت السترة ومدت إدراك الحواس ملايين الأميال وملايين السنين الضوئية عبر الفلك وما زال العقل يعطينا وسيعطينا وسائل لا حد لها والقائلون بأن الوجود محدود واقعون في خطأ أكبر فالوجود غير محدود إذ لا يحد الوجود إلا العدم والعدم معدوم كما قلنا ومن هنا كان الوجود غير محدود وممتد إلى ما لا نهاية كانوا يقولون لي أن البحث في الله إضاعة للوقت في مشكلة نظرية مجردة وأن الأجدى بي أن أفكر في الحاجات الملحة الملموسة حولنا وكنت أعتقد دائما أنهم على خطأ وأن الله ليس رمزا مجردا وإنما هو إحدى هذه الحاجات التي تلح علينا كل يوم في السوق والدكان والمعبد وهيئة الأمم المتحدة وقد أثبتت الأحداث أني كنت على صواب الله هو السياسة العالمية كان موسيليني يقول أيام العالمين أنه يسحف إلى الإسكندرية ليحمي حما الإسلام وأن الغزو الإيطالي ليس عدوانا وإنما هو في الحقيقة نوع من الحج وكذلك كان الأنجليز يقولون حينما كان يضربون طواب الإسكندرية بعد حادثة المالتي كانوا يقولون إنهم يحمون المسيح ورعاياه بقنابل الأسطول وأمريكا اليوم تقول إنها تحمي الشرق من الإلحاد بضربه بالأسلحة الذرية الصغيرة ما السر في هذا الحرس الغريب من الدول الاستعمارية الكبرى على أدياننا إنها أدياننا نحن في النهاية وأنبياؤنا الذين عاشوا لنا وماتوا لنا وتركوا إرثهم روحية لأجدادنا لم ينزل القرآن في نيويورك ولا الإنجيل في هوليود ولا التوراة في كاباري وإنما نزلت كلها في بلادنا فلما كل هذا القلق من جون بول والعم سام على تراثنا الديني إن في الأمر سغر لقد كان من المصادفات السيئة أن ينبوع الوحي والكتب السماوية كان ينبوع البيترول في نفس الوقت كان هذا سببا كافيا ليقرأ أصحاب شركات شيل وفاكوم القرآن والإنجيل والتوراة جيدا ويحفظوها عن ظهر قلب إن أحسن طريقة يوجد بها اللص سرقاته هي أن يدرس نفسية ضحيته ومن خلال كتبنا الدينية درس أصحاب شيل وفاكوم نفسيتنا وعرفوا كيف نفكر واكتشفوا أن فينا نقطة ضعف وحيدة يستطيعون التسلل منها إلى جيوبنا وإلى قلوبنا دون أن يكبدوا أنفسهم مشقة الإقناع والمنطق هي الدين فنحن في الشرق نناقش كل شيء إلا مسألة الله إننا نعتبره فوق الجدل وفوق العقل وفوق الواقع إن التأشيرة الدينية جواز مرور لأي شيء إلى قلوبنا ومن هنا كان مارشال بالبو في تبرق والعالمين يختم جنوده ودباباته بختم إسلامي ليدخل الإسكندرية بالطبل البلدي وكانت أنجلترا تطلق قذائف من الأناجيل على المصريين قبل ضربهم بالقنابل ولنفس السبب تطبع السفارات الآن ألوف المنشورات تمزج فيها إرادة الله بإرادة أيدن وموليه وأيزنهاور وتجعل من الاستعمار وصيا وقيما على شؤون المساجد والكنائس والبطرخانات إنها تدخل إلينا من الباب الوحيد الذي لا يقف عليه حراس من باب الله وهذا يدعو جميع الكتاب والمفكرين بما في ذلك المشايخ العتات في الدين أن يفكروا من جديد ويتكتلوا لسد هذا الباب الذي يتسلل منه الموت والدمار إلى جماهير سذج يصلون الفجر كل يوم بقلب طيب إن الله ليس فوق الجدل وليس فوق العقل وليس فوق الواقع إن الله هو العقل وهو الواقع وهو مجموع القوى الكونية التي تعمل لخيرنا في كل وقت وهي قوى تقبل المراجعة والتفكير والبحث والتطور وحينما يقول أيزنهاور أن الكونغرس مجتمع لحماية الشرق من الإلحاد فعلى شيخ عبد الرحمن تاج أن يقول على الفور أن الأزهر مجتمع لإباحة التفكير ولإعلاء شأن العقل وأن الأزهر لا يخشى الإلحاد وأن الله أقرب إلى الذين يجتهدون في فهمه من الذين يؤمنون به إيمانا أعمى وأن لدينا الحقيقية لا تشحن إلى موانين الشرقية على بوارج الأسطول السادس وإنما هي حقوقنا وميراثنا ونبات أرضنا ومن حقنا نناقشها وأن الله الذي يدافع عنه أيزنهاور ليس هو إله الإسلام ولا إله المسيحية وإنما هو عضو في مجلس إدارة شركة الزيت العراقية وقد أسقطناه من حسابنا من زمن طويل إن إلهنا يقدس بالتفكير فيه ولا يستمد قداسته من الجمود إننا نعلن سقوط رب الذي يدعو له أيزنهاور رب الذي أقام له عراب حلقة الذكر ونعلن أيضا أن دفاع الغرب المزيف عن أدياننا ما هو إلا دفاع عن غبائنا إنهم يريدون منا أن نظل تائهين في ضباب البخور نرقص في حفلات الزار إنهم يريدون منا ما هو أقدس من جميع الأديان يريدون حرياتنا وأقواتنا وأولادنا وبناتنا وأجيالنا القادمة ونحن نرفض أن نعطيهم شيئا من هذا ونعلن أننا اكتشفنا الورقة التي يستعملونها في لعبهم المخشوش إنهم يستعملون كلمة الله في السياسة الدولية كما يستعملون الجوكر ونحن لدينا ورقة جديدة أقوى من غشهم اسمها المنطق وللمنطق يخضع كل شيء عندنا من منشورات للسفارات إلى الكتب المقدسة إنهم يقولون أن الوحدة العربية وحدة دينية وهذه خطعة يريدون بها تحتيم هذه الوحدة إن الوحدة العربية لم تكن وحدة دينية في أي يوم من الأيام وإنما كانت على الدوام وحدة جغرافية ووحدة ظروف ووحدة مظالم تشارك في حملها شعوب مستقلة لتواجه بها غولا واحدا هو الاستعمار إن الدين عندنا علاقة بين المواطن وربه وكل متدين حر في تصور هذه العلاقة وفهمها كما يحب إنها مسألة من صميم مسائله الشخصية ولا علاقة لها بالسياسة ولا بالقومية ولا بالوحدة العربية وكل من يخرج بهذه العلاقة من بساطتها الشخصية إلى خضم الأحداث العالمية ويستخدمها ليخدع بها الجماهير ويمزجها بالصم والديناميد ويبرر بها مشاريعه العدوانية مشعوذ ونصاب إن أمريكا لا تحرص على دياننا مطلقا وإلا لما أمدتنا بدين رابع تتفق عليه وتطبع له الكتب والمنشورات هو دين شهود يهوه إن أمريكا تخشى من الوعي الجديد بين الشباب المتفتح في الشر تخشى من عشرة ألاف طالب في الجامعة يستخدمون الأسلوب العلمية في حياتهم وتفكيرهم ولهذا فهي تشحن لنا حمولة جديدة من الخرافة وتوزعها على السدج والأطفال مع الأدوية والشوكولاتة والرشاوي الحقيرة إن الله الذي تتحدث عنه أمريكا وتحميه بقنابلها الذرية هو الشيطان بعينه إنها لعبة السماء والحقيقة بعد تعريتها من الرموز والأقنعة هي كالآتي إن الاستعمار في معركة مع الوعي في مصر والبلاد العربية لتظل الفلسفة السائدة هي الفلسفة القدرية المتواكلة فلسفة رضا بالذل وعدم مناقشة الاستعباد على أنه مصير مضروب على أعناق الملايين من قبل قوة رهيبة اسمها الله إن الله قد وزع الأنصاب والأرزاق فخص رجل الأبيض بالصحة والجمال والذكاء والسيادة وخصنا بالذل والعبودية والاستجداء وعلينا أن نرضى فليست لنا حيلة وثورتنا على أوضاعنا إلحاد لا يليق بماضينا العريق في التدين وهم لا يكتفون بالتزيف وباختلاق أديان جديدة وإنما يصدرون إلينا أنواع غريبة من العلوب فأمثال أدينكتون والجينس من العلماء يستخدمون العلم الموضوعي في تشويه الحقائق الفلكية وفي تأكيد قوى غبية مجهولة تسيطر على مقدرات البشر وأمثال فاندلاي من فلسفة الأرواح يقدم لنا أدلة كاذبة على وجود عالم خرافي نصفه من الأرواح ونصفه من الشياطين والملائكة وكل هذه الكتب تتسلل كالمخدرات وتجد أرضها الخسمة في أذهان الكثرة من القرى ودخان التصوف ما زال يعمي أبصار الشرقيين عن الحقائق والتصوف في هذا الوقت العصيب جريمة فنحن في حاجة إلى الوضوح لنفضح المؤامرات الثقافية التي تحيط بعقولنا كل يوم ولنكشف السم في كل كتاب والأفيون في كل نشرة والتصوف لا يخدمنا إنه أسلوب حدسي تخميني يفسر الواقع بالشعر والخيال ويخضع الحقيقة للحالات الوجدانية ويعتبر العقل عاجزا عن فهم الكون وهو ينتهي بأصحابه إلى الخلق والتشويش والذهول ويلقي بهم في مستشفيات الأمراض العقلية في النهاية إننا في معركة مغيرة وسلاحنا الوحيد هو الوضوح والتصوف يخذلنا والجمود التقليدي في مسائل الدين يقضي على حيويتنا والحل الوحيد هو أن نكون في توثب دائم وفي جبهة دفاعية متحدة يتعاون فيها المفكر الحر والسياسي اليقظ ورجل الدين العصري لنكسر الدروع السميكة حول أعدائنا ونمزق عن وجوههم القبيحة النقاب